تستمعون إلى إنهما ناصران تأليف فوزي السيف بصوت فاضل جساس جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى 1442 2021 بسم الله الرحمن الرحيم بين يدي القارئ هذه الصفحات تتناول شيئا من سيرة وأحوال نصيرين للنبي حين عز النصير ومؤمنين به حين كان الإيمان به يساوي التعرض للأذى والإطهاد بل للموت ونصرتهما بهذا تختلف عما صار فيما بعد من حال بعض المسلمين وهم في رفاهية من العيش وادعون فاكهون آمنون جمعهما الدور الرسالي في الفترة التي تجاوزت فترة ما بعد الهجرة زمانا وخطورة فاشترك في تلك الفترة وأخطارها وتأسست قواعد الدين على يديهما بعد النبي والوصي خديجة بنت خويلد وأبو طالب عليهما السلام احتضنا بذرة الرسالة في فترة البعثة واستمر فيها مدافعين منافحين حاميين مدة عشر سنوات ولذلك لا غرابة أن سمي العام الذي فقد فيه النبي زوجته وعمه بعام الحزن اقترح بعض الأحبة والفضلاء أن يتم إفراد كل من النصيرين بكتاب عن حياته فيما رأى آخرون ووافق في نفسي رغبة أن يكون لهما كتاب واحد لجهات متعددة منها وحدة الزمان والدور الذي عاش فيه وقام به وهذا يجعل السيرة التاريخية لهما قريبة جدا فكأنك تقرأ قصة واحدة ذات مشاهد متعددة كل مشهد يكمل الآخر وكذلك قرب المناسبة التاريخية للاحتفاء بهما فقد جرت العادة عند شيعة أهل البيت في منطقة الخليج وما حولها أن يذكر في العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك في كل سنة فأحببنا أن نقدم هذا الكتيب جامعا لشيء من سيرتهم الرسالية الكريمة وأن يتم قراءته وتداوله في مناسبة ترتبط بهما عليهما السلام سيلاحظ القارئ العزيز أن الكتاب سيتناول أولا سيرة الصديقة الكاملة خديجة بنت خويلد وبعد الانتهاء منها سيتناول سيرة وجهاد أبي طالب عم النبي عليهما السلام لا يفوتني أن ألفت النظر إلى أنه تبعا لوحدة المرحلة التاريخية والدور المشترك لهما في حماية الرسالة قد يلاحظ القارئ الكريم والقارئة الفاضلة أن بعض الحوادث قد تذكر هنا وهناك أي في القسم المخصص للسيدة الطاهرة خديجة وللعم المحام أبي طالب وهذا راجع إلى ما ذكرنا من جهة ولكون هذه المقالات قد كتبت أو ألقيت في فترات مختلفة كذلك لا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في بروز هذا الكتاب إلى النور بأي نحو من الأنحاء وأسأل الله أن يكرمهم وإياي بشفاعة هذين العظيمين في يوم القيامة فوز بن المرحوم محمد تقي آل سيف تاروت القطيف الخامس والعشرين من شهر جماد الأول سنة اثنين وأربعين وأربعمائة وألف للهجرة خديجة بنت خويلد الصديقة الكاملة مقدمة أكرم الله الإنسان بالإسلام وجعله محلا لخطابه عز وجل وعاهد إليه أعظم مهمة يعهدها لمخلوق فشرفه بمعرفته ثم العبادة وجعل هدف خلقته مقصورا عليها فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وكلفه بعد ذلك بعمارة الأرض وإصلاحها بعد أن سخرها له وخلق ما فيها من أجله ليربح فيها كل ذلك جعل الإنسان محل كرامة الله وتفضيله على من عداه من خلقه فصار آدم أصل البشر قبلة سجود الملائكة ذلك التكريم لم يكن خاصا بصنف معين من نوع الإنسان وإنما كان لصنفيه ذكره وأنثاه بشرط الالتزام بالسعي نحو الهدف الذي خلق له هذا الإنسان والعمل الصالح للوصول إليه ذلك أنه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون المشكلة التي حدثت هي الفهم الخاطئ لطبيعة الرسالة السماوية ذلك الفهم الخاطئ الذي عطل فكر الرسالة عن الفاعلية في المجتمع وعن تحريك المنتمين إليها بل سبب في حالات كثيرة الإنفضاض عن تعاليمها وآفاقها الرحبة من حصيلة ذلك الفهم الخاطئ وأحيانا عدم الفهم أننا وجدنا من يعيد تدوير ثقافة ما قبل الرسالة لتعود في لباس ديني بزعمه فإذا كانت الرسالة السماوية تدعو إلى التحرير وجدنا من يدعو إلى العبودية ويلبس تلك الأفكار الجاهلية لبوس الإسلام وإذا كانت تدعو إلى المسؤولية والاختيار وجدنا من يدعو إلى التواكل والجبرية وكل ذلك باسم الدين وآيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل وصل الأمر إلى أن تعاد العقائد الجاهلية في موضوع الإيمان بالله في صورة إسلامية ومن الفهم الخاطئ بل المعكوس ما يرتبط بالمرأة فإن قسما من الناس في زمان نزول الوحي بل وحتى في الوقت الحاضر لم يكونوا قادرين على فهم البصائر الجديدة التي جاء بها القرآن أو مع فهمها لم يكونوا مستعدين لقبولها نفسيا فكيف يكون الشخص الذي يقاتل ويمنع الحريم وينفع ويضر مساويا في المنزلة لمن ينشئ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ولا يزال إلى اليوم هذا الشعور الجاهلي يربك قسما غير قليل من المسلمين وإن كانوا حضري نشأة لا تزال المرأة عندهم مشكلة دائمة ومصنع للعار ولا يزال الحديث عنها بعبارة حاشاك أعزك الله الأهل وأنت بكرامة وهذه الثقافة والحالة النفسية لن تعدم ما دامت بعض النصوص التي تأخذ مجتزأة ومجردة من ظروفها السياسية والاجتماعية وأحيانا الزمنية لكي تكون هي القاعدة والقانون العام أما حديث الآيات التي تتكلم عنهما بصيغة واحدة وتبين فضل صاحب الفضل بغض النظر عن الجنس فدعك عنها إذ ليست سوى مجاملات لا يزال هؤلاء يعيشون المشكلة فلا هم باقون ضمن الحالة الجاهلية رسميا ولا هم قادرون على الانسجام مع ما يريده الإسلام فتراهم في كثير من الأحيان أكثر غيرة من الله على الحرومات وأكثر حرصا من التشريع على صيانة الأخلاق فالإحتياط عندهم هو الأصل وهو نظام الحياة مع أنه بهذه السعة التي يتصورونها معيق للحياة الإنسانية في المقابل نحن نجد أن الإسلام قد أعز المرأة باعتبارها أحد أفراد النوع الإنساني الذي قد فضله الله وأكرمه بمقدار طاعته والتزامه وأكرمها بالخصوص فهي تارة حسنة يثاب عليها والدها وأخرى ريحانة أشمها ورزقها على الله وليست بقهرمانة للخدمة أو الأعمال الشاقة بل كان كما عن الإمام الصادق عليه السلام من أخلاق الأنبياء حب النساء وكلما ازداد العبد إيمانا ازداد حبا للنساء وليس المقصود من هذه الأحاديث الحب الشهواني والمبالغة فيه فإن ذلك مذموم في أحاديث أخرى حيث جعل أول ما عصي الله تبارك وتعالى به ست خصال إحداها حب النساء بهذا المعنى الشهواني نعم حين يراد تجاوز هذا الحد من التشريف والمسؤولية فيطلب ما هو أكثر يكون في غير محله وحين يوكل إليهن ما ليس لهن وما لا ينبغي منهن ينقلب الأمر على رأسه تماما كما هو في كل مورد مما بينه الإسلام فيما يرتبط بدور المرأة في مجتمعها أمورا كثيرة ولكن نقتصر في هذه المقدمة على بعضها ولعل في استعراض الآتي لحياة المؤمنات ما سيوضح المزيد تعليم المرأة التعلم والمعرفة بداية الحركة الصحيحة في الحياة وما جاء دين بما جاء به الإسلام من حث على ذلك وهذا ظاهر فما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام وفي هذه الجهة لا يختلف أمر المرأة عن الرجل بل ربما كان بالنسبة إلى المرأة تبعا لما تمثله من موقع تربوي للأولاد وتأثير مهم في صيانة البيت الزوجي أكثر أهمية إن عمومات لزوم التعلم والمعرفة شاملة للمرأة بنفس مقدار شمولها للرجل إلا ما خرج بالدليل فيما يرتبط بتعلم الشؤون الدينية وما يتصل بإدارة حياتها الشخصية والزوجية من أحكام ومعارف فلا أحد يتوهم أنه ليس على المرأة أن تتعلم أحكام عباداتها بالمقدار الواجب كما لا يقبل قول أحد في أنه لا ينبغي لها التعلم لغير الأحكام بما يكفل لها حياة أفضل ويعطيها تجربة أحسن في إدارة بيتها وعلاقاتها الاجتماعية ثانيا عمل المرأة بالرغم من أن الإسلام قد أوكل إلى المرأة أعظم دور في الوجود وهو تنشئة الإنسان وصياغة شخصيته وعجينة نفسه في وقت مبكر حيث ينطبع فيها كل شيء ومن هناك تتقرر الصحة النفسية والمرض والعقد الداخلية بل تتكون الجرائم وتغرس في تلك الأيام والسنوات وتنتج بعد عشرات السنين هذا الأمر الذي لا ينتبه له في عالم اليوم فهم ينشئون المصحات العقلية والمراكز النفسية وغير ذلك ولا يستطيعون أن يصلوا إلى نتيجة طيبة فإن الغرس إذا كان شوكا فلا ينفع فيه التقليم فيما بعد فضلا عن تغييره أعني بما سبق تربية أطفالها حين تصبح ذات أطفال وإدارة بيتها الزوجي بنحو طيب مع ذلك فقد أعطى الإسلام للمرأة مجالا للعمل في بناء مجتمعها وحده بحدود لا تنتهي بها إلى إلغاء خصوصيتها ولا تسيء إلى كرامتها وشرفها الإنساني والتزامها الديني العالم المعاصر والحصاد المر تماما كما هو السراب ينظر إليه العاطش من بعيد فيرى فيه الماء الرقراق الذي يتغلغل في كل خلية من خلاياه فيكسبها قوة وارتواء ويعطيه نشاطا وحياة بعدما كان ينتهي إلى التجفاف والموت حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وعجيب تعبير القرآن وكم فيه من أعاجيب فهو لا يقول أنه وجده شيئا غير مفيد بل ليس بشيء أصلا هكذا هو مثال القيم الغربية والحياة والنمط الثقافي الذي يدعو إليه المغتربون مجتمعنا الإسلامي أو كقوس المطر فيه من الألوان المتراقصة والجميلة ما يخلب الألباب ويشد الأنظار ويصنع البهجة والإعجاب حتى إذا غير الناظر زاوية النظر أو تغير الوقت وتبدلت جهة انكسار الضوء الشمسي الكاشف وإذا به ينتهي ولم يجده شيئا الناظرون إلى الحضارة والإنجاز الغربي وهو عظيم حقا في مستوى الآلة والتنظيم الظاهري وبائس وبريض إلى النخاع في مستوى القيم والنظام الأخلاقي عادة ما ينبهرون بالسراب ويتصورونه غدير ماء بارد في صحراء الكون الحارقة لكنهم بعد التأمل وأحيانا بعد التخبط لا يرون شيئا لقد وصل الإنسان الغربي بما أتاحه الله له من إمكانات عقلية سيطر فيها على خامات الطبيعة إلى مدارج من الكمال الظاهري والتقني لم تكن لتخطر على بال أحد ويتعب المرء لو أراد أن يتابع ما ينتج كل سنة فضلا عن الأيام ولا يستغرب أن يأتي يوم يستطيع فيه العالم أن يجري كل شؤونه من خلال الأزرار لكنه بقي في النظام الأخلاقي بائسا فدمر نفسه وأصبحت خطورته أكثر من السابق فإذا كان المجرم في السابق يستطيع أن يدمر العشرات فإن تدميره اليوم يعد بعشرات الألوف وإذا كان المفسد في السابق يستطيع أن يلوث قرية أو مدينة فإنه اليوم يستطيع أن يقضي على الأخلاق في بلاد بأكملها وهكذا يداك أوكتا وفوك نفخ لو أردنا أن نتتبع الفساد في البر والبحر والناتج بما كسبت أيدي الناس لطال المقام لكننا نورد نماذج بما يتصل بموضع الأسرة والمرأة مما هو مرتبط بموضوع الكتاب هذا وسوف يتبين لك أخي القارئ أختي القارئة كيف أن العبودية التي عاشتها المرأة في الزمن القديم والجاهلية التي تمرغت فيها هي بالنسبة إلى ما تعانيه المرأة اليوم في عصر الانحطاط الأخلاقي ستكون جنة الرفاه كيف سحقت الأسرة لا يختلف إثنان في أن قوة المجتمع تابعة لقوة النظام الأسري فيه ولذا كانت الديانات السماوية وحتى المفكرون الإصلاحيون يصرون على إيجاد أفضل القوانين التي تكفل للمجتمع وجود أسرة صالحة متماسكة والتي بدورها تعيد إنتاج الصلاح والقوة النمط الذي يسود اليوم في العالم الغربي والذي تبشر به قيم الثقافة الغربية أو تنتهي إليه هو ما تكشف عنه الإحصاءات التي ستقرؤها بعد قليل إننا عندما نتحدث عن هذه النتائج فلا ندين النهاية ولا نتحدث عن آخر المشوار وإنما نحذر من أن يسلك المجتمع الإسلامي طريقا هو الذي انتهى بتلك المجتمعات إلى تلك النهايات إن الثقافة ونمط القيم الذي يحكم مجتمعا هو الذي ينتهي به إلى بر الأمان أو إلى الكارثة ويخطئ من يظن أن المشكلة كلها في الحجاب أو السفور في هذا المظهر أو ذاك المشكلة كل المشكلة هي في النموذج هي في المثال والقدوة في البداية صار أمر العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج أمرا طبيعيا بينما كان قبل ذلك وفي جميع المجتمعات ينظر إلى فاعله على أنه زان ومخالف للنظام الاجتماعي العام وربما كان البعض يتستر في البداية لكن فيما بعد أصبح الأمر طبيعيا بحيث لا مهنع عند الطرفين بل حتى المجتمع أن يعيش تحت سقف واحد وينجب ولا يزالان غير زوجين ونتيجة لذلك عاد أمر الزنا والسفاح شيئا عاما وغير مستنكر وصارت الولادات غير الشرعية شيئا كبيرا جدا ماذا بقي من الأسرة بعدما أصبح الإشباع الجنسي خارج نطاقها أكثر إمتاعا وأقل تكلفة ومسؤولية وصار بإمكان الشخص أن يأتي بطفل ساعة يشاء ويتركه حينما يريد وأصبحت المرأة تستطيع أن تتعايش مع هذا الشخص على أسس خاصة فمتى ما رغبت في غيره تركته لغيره وأحيانا مع حضوره ولا يستطيع الاعتراض كان نتيجة ذلك أن انتشر وباء الطلاق طاحنا للعوائل والأسر وملقيا بالأولاد في أحضان الجريمة والفساد وهنا يأتي دور النموذج وأهمية المثال المثال الذي صنعوه لنسائنا وبناتنا من خلال الأجهزة الإعلامية والقائم على أساس أن قيمة المرأة بجسدها وجمالها وثيابها وأن سعادتها هي في أن تكون في الاحتفالات والأضواء وأن تنتمي إلى المجتمع المخملي حتى ظنت بعض النساء أن من هم في الخارج ليسوا سوى هذه الصور الملونة والجميلة وأن عليها أن تسعى للسمو إلى ذلك المستوى فمثال الممثلات والفنانات وبطلات الأفلام هذا مثال باطل وتافه فهو إضافة إلى أنه لا يعكس الحقيقة حتى في حدود ما ينقل عنهن فضلا أن يكون معبرات عن وضع المرأة عموما في مجتمعهن هذه الانتحارات التي تنقل بين فترة وأخرى والانهيارات التي تصاب بها الكثير منهن تكشف عن المشكل الحقيقي الذي تعيشه هذه النسوة وصلنا إلى المال والأضواء وإلى الشهوات ولكن لم يصلنا إلى السعادة صرفنا من الأموال الشيء الكثير على الجسد وأصبحت مقاييسه بالسنتيمتر والجرام ومع ذلك لا يزلن يفقدن الرضا فضلا عن الإحساس بالسعادة نحن نحتاج إلى إبراز النماذج الأكمل التي عاشت حياتها الدنيوية بسعادة وهي في الآخرة إلى خير عظيم وهذه الصفحات عزيز القارئ هي إطلالة سريعة على حياة رائدة من النساء وصفت بأنها الكاملة وهي التي سبقت غيرها بالإيمان والتصديق والعطاء والبذل في وقت كفر فيه الناس وكذبوا وبخلوا فكان أن أعطاها الله ما أعطاها تلك هي السيدة الصديقة خديجة بنت خويلد عليها السلام خديجة بنت خويلد سطور من النور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أبدلني الله خيرا منها أمنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس وأشركتني في مالها حين حرمني الناس ورزقني الله ولدها وحرمني ولد غيرها تتناول هذه السطور شيئا من سيرة أم المعصومين عليهم السلام إثنى عشر معصوما أمهم هي السيدة خديجة عليها السلام بالإضافة إلى ذلك هي جدة عشرات الآلاف من عظماء علمائنا ومراجع التقليد والفقهاء في طول تاريخ التشيع وهي قبل ذلك أم المؤمنين الأولى وزوجة النبي المتقدمة على الجميع زمانا ومكانا ويصادف على المشهور يوم العاشر من شهر رمضان المبارك ذكر وفاتها عليها السلام تلتقي خديجة عليها السلام مع رسول الله في الجد الأعلى لهما بالنسب وهو قصي فهي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العز بن قصي ونبينا عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي فيلتقيان نسبا في قصي الذي كان بمثابة الزعيم الذي جعل لقريش مكانا ومكانة في تاريخ العرب وكان بمثابة الملك من غير تتويج وهو الذي بنى دار الندوة وهي بمثابة دار الحكومة فيها تعقد الاتفاقات ويقرر السلم والحرب ويتفق على خروج القوافل التجارية للمجتمعات الأخرى بل ذكروا حتى قضايا الزواج والنكاح ربما نوقشت في هذا المكان وأيضا جعل منصب حجابة البيت وألزم القرشيين بقضية السقاية والرفادة للحجيج لمن يأتي قال إنكم مسؤولون عن ضيافة بيت الله الحرام أن تسقوهم الماء وتوفروا لهم الطعام فكان زعيما لا ينازع في ذلك قصي هذا هو الجد المشترك لخديجة ولرسول الله كانت خديجة بنت خويلد في قريش ذات ميزات متعددة الميزة الأولى الجمال فقد كانت امرأة باهرة الجمال ولا ريب أن الجمال هو أحد الميزات التي تحظي المرأة ولا سيما إذا انضم إليه الأخلاق والاستقامة فيقولون عنها أنها كانت من أجمل نساء قريش الميزة الثانية الثراء كما أنها كانت ذات ثراء عريض على مستوى قريش وأهل مكة عامة وتعد من الأثرياء في قريش وقد ذكر صاحب كتاب الأنوار أبو الحسن البكري رقما عن ثروتها يظهر أنه مبالغ فيه وقد نقله عنه العلامة المجلسي في البحار أنه يقال كان لخديجة أزيد من ثمانين ألف جمل ومع كون هذا الرقم مبالغا فيه كما نعتقد إلا أنه يكشف عن إذعان المؤرخين بسعة ثروتها وكثرة أموالها الميزة الثالثة الطهارة كانت خديجة على درجة استثنائية من الالتزام الأخلاقي بحيث عرفت في قريش بالطاهرة وهذا ملفت للنظر لأن هذه الألفاظ بعد البعثة والآيات والأحكام والتشريعات صارت مألوفة ففي القرآن الكريم تم الحديث عن التطهر في الأحكام التشريعية وعن لزوم التطهر سواء الطهارة المعنوية الداخلية أو الطهارة الخبيثة الخارجية إلا أنها لم تكن هذه الثقافة والألفاظ ثقافة مسيطرة بل ولا شائعة في المجتمع القرشي لأن قيم التفاضل فيه ليست في هذا الاتجاه ومن الملفت للنظر ذلك في سيرة السيدة خديجة فمع أنها إمرأة جميلة من جهة وثرية من جهة أخرى وشابة فهذه كلها مساعدات على التهتك والعبث لكننا نجد هنا أنها تعرف وتلقب بالطاهرة وهذا كله قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله الميزة الرابعة الكمال العقلي أنها كانت على درجة من كمال العقل والتفكير فقد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع آسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد كمال العقل الذي يذكر عادة في الأنبياء والأوصياء وبدرجة أدنى في العلماء الحكماء قد يستبعده البعض في النساء لأنهم يرون أن المرأة غالبا ما تكون مشاعرها وعواطفها في درجة عالية لما يقتضيه طبيعة دورها الإنساني في أمر التربية لأطفالها بل في حياطة زوجها فوصول إمرأة إلى درجة كمال العقل يقتضي منها مقاومة شديدة للتأثير العاطفة في التفكير والابتعاد عن غلبة المشاعر عليها لصالح الأحكام العقلية وهذا ما يضيق إلى أقصى الدرجات مساحة من يمتلك منهن كمال العقل لا نقصد بذلك بالطبع أنهن فاقدات للعقل كما لا نقصد الجانب العلمي فقد تكون إمرأة في أعلى درجات العلمية والأكاديمية ولكن كمال العقل أمر آخر فنحن الآن أمام إمرأة ذات جمال ظاهري وثراء مالي وطهر داخلي وكمال عقلي تلكم هي السيدة خذية بنت خويلد والتي هي زوجة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأي زوجة فقد جاء بعدها ثمان نساء فيهن البكر والثيب والمنجبة وغير المنجبة والحسناء وغيرها ومع ذلك لم تقم واحدة بل لم تقم كلهن مقامها عليها السلام وقد صرح مرارا بأنه رزق حب خديجة وبأن الله لم يبدله خيرا منها هل تزوجت غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ في الجواب على ذلك نعتقد أنه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسبق أن تزوجت أحدا قبله لا لما ذكره بعضهم من أنه لا يناسب أن يتزوج النبي خديجة وقد رآها أزواج آخرون فهذا السبب ليس كافيا وذلك أن المرأة الثيب عند الله ليست بأقل منزلة من البكر نعم المرأة البكر بالنسبة للزوج أفضل وأحب ولكن أن تكون أفضل عند الله لا يوجد دليل على ذلك المرأة العالمة أفضل من المرأة الجاهلة عند الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات المرأة المتعبدة أفضل عند الله من المرأة التي تقتصر على الفرائض وصاحبة الأخلاق العالية أفضل من التي لا تمتلك نفس المقدار وهكذا ولكن أن تكون العذراء البكر عند الله أفضل من الثيب لمجرد كونها بكرا لا نعلم بوجود دليل على الأفضلية عند الله بل نجد في القرآن الكريم عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا ومقتضى ذلك أن تكون كل من الثيبات والأبكار التي يكن بدائل أفضل من الموجودات سواء كن أبكارا أو ثيبات ويضاف إلى ذلك أن الرأي المشهور لدى الإمامية أن أفضل نساء رسول الله بعد خديجة هي أم سلمة وقد كانت ثيما ذات أولاد من زوجها عبد الأسد الذي استشهد في المدينة أوائل الهجرة لا نقول إن خديجة لم تتزوج قبل النبي لهذا السبب وإنما لأن القرائنة التاريخية لا تساعد على الرأي القائل بأنها كانت متزوجة من شخص أو اثنين عتيق المخزومي وأبو هالة إنما قدمناه من صفات وميزات في خديجة يجعل من الصعب عليها أن تقبل بأي شخص يتقدم للزواج منها وبالفعل فقد ذكر المؤرخون أنها رفضت عددا من زعماء قريش ولم تقبل بهم فقد قيل إنه خطبها أبو سفيان بن حرب الأموي وعقبة بن أبي معيط وردتهما وهما أصحاب ثراء وإسم في المجتمع القرشي وما ذلك إلا لأنها لا ترى فيهم الشخصيات التي ترغب في الاقتران بهما فبينما تعرف هي بالطاهرة لا يمانع أبو سفيان في أن يتحدث أنه كان يسعى وراء البغايا لقضاء شهوته الجنسية وتنقل هذه القصة من طرفه وجهته فهل تراها تقترن بهكذا شخصيات ومثل هؤلاء من نقل أنهم تزوجت بهم حيث لا يعرف التاريخ شيئا عن المذكورين أنها كانت زوجة لهما فلا هما في عير الدنيا ولا في نفير الآخرة فما الذي يجعلها ترغب في الاقتران بهما والقبول بهما ولم تكن خديجة وحيدة في ذلك فقد ذكر عن سلمة بنت عمر النجارية زوجة هاشم جد النبي أنه لما رجع من الشام وراء امرأة جميلة في السوق تأمر وتنهى وتبيع وتشتري وتتكلم سأل هل هي أيم؟ أي ليس لديها زوج أو متزوجة فأخبروه أنها غير متزوجة ولها شروط معينة ومن شروطها أنها تجلس مع من يتقدم لها فإن أعجبها وإلا ردته وقد ردت من تقدم لها فعندئذ لما جلست مع هاشم كان أن وافقت وتزوجها وسلمة تلك تشبه فيما ذكروه من صفاتها خديجة حيث إنها أيضا كانت ذات جمال وتمتلك ثروة وتدير تجارتها ولها شخصيتها ولو كانت كما ذكر بعضهم قد تزوجت برجلين ليس لهما شأن في المجتمع لاحتج عليها كبار قريش وزعماؤها حين رفضتهم بأنها قد قبلت نكرتين في المجتمع آنئذ فكيف ترفض هؤلاء؟ هل هذا يناسب كمال العقل؟ متى تزوجها النبي؟ بالرغم من أن الرواية الرسمية المتداولة تشير إلى أن النبي قد تزوجها وعمرها أربعون سنة إلا أننا لا نرى ذلك صحيحا وإنما نعتقد أن هذا الزواج المبارك تم وهي في عمر ثمان وعشرين سنة وأسهل طريقة لحساب ذلك هو أن نقول إن مدققي المحدثين ذكروا أنها توفيت وعمرها اثنان وخمسون أو ثلاثا وخمسون سنة وكانت فترة بقائها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمسة وعشرين سنة خمسة عشر منها قبل بعثته وعشر سنوات بعد البعثة فإذا طرحنا مدة بقائها مع النبي من عمرها الإجمالي ينتج لنا أنها حين تزوجت كان عمرها حوالي ثمانية وعشرين سنة وقد صرح بكون عمرها ثمانية وعشرين سنة حين تزوجها النبي بن عباس كما نقله الحاكم في المستدرك عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة فقال ذاكرا وفاتها وأقبه وكان لها يوم تزوجها ثمان وعشرين سنة بل نقل ابن كثير في البداية والنهاية أحد الأقوال بكون عمرها حين تزوجت النبي خمسا وعشرين سنة ورأى الحاكم النيشابوري في المستدرك أن القول بكون عمرها خمسة وستين وهو ما يلزم من القول بأنها تزوجت وعمرها أربعون سنة فإنها بقيت معه بالاتفاق خمسا وعشرين سنة رأى القول بأنها توفيت وعمرها خمس وستون سنة قولا شاذا وأن الصحيح أنها لم تبلغ الستين قال عن هشام بن عروة قال توفيت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وهي ابنة خمس وستين سنة قال الحاكم هذا قول شاذ فإن الذي عندي أنها لم تبلغ ستين سنة وأما ابن عساكر فقد ذكر في كتاب الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين أنه قيل بأن عمرها وقت وفاتها كان خمسا وخمسين بعد أن أشار إلى القول المشهور من أنه خمسة وستون وإذا كان هناك قول بأنها تزوجت وهي في سن الخامسة والعشرين فهذا يلازم استبعاد القول بزواجها من شخصين قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو قلنا كما هو الراجح بأنها تزوجت في سن الثامنة والعشرين فبالنسبة لأمثالها لا يكون ذلك مستغربا إذا نظرنا إلى صفاتها الجمالية والمالية والنفسية فلن تقبل بأي شخص ولن تركض وراء كل بارقة زوج وإنما مثلها يتعين عليه أن يختار لنفسه فلن تتزوج من يكون طامعا في ثروتها ويأتي لها لأجل أموالها ولا هي في صدد الارتباط بشخص شهواني لا يقف أمام شهواته ونزواته وإنما شأنها وهي كاملة العقل أن لا ترق نفسها إلا لمن يستحقها ولذلك فقد بحثت عن طريق للارتباط برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعثته فإنه قد دارت في تلك الفترة أخبار عن النبي المبعوث في مكة بشكل كبير وصار حديث المجالس وتبشير الأحبار في الحديث عن أخلاقه وصدقه وأمانته فقد ذكر المحدثون أن نسوة من قريش كن جالسات في فناء البيت الحرام وكانت معهن خديجة فمر بهن أحد الأحبار فقال يا معشر النساء يوشك أن يبعث نبي في مكة فمن استطاعت أن تكون زوجته من كن فلتفعل وبينما تضاحكت باقي النساء أخذت خديجة الأمر على جديته حيث لامس ما كانت تفكر فيه وتعلق قلبها به وطفح على لسانها ذكره ولعمري فإن من كمال العقل أن تختار المرأة من تريده زوجا لها وتسعى في الوصلة إليه لا سيما وهي ستسلمه قياد حياتها وزمام أمرها تزامن هذا مع ما قيل من أن أبا طالب كان قد تشاور معه ابن أخيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أمر التجارة والكسب والمعاش فذكر أمر خديجة وثروتها وأنها تستقبل من يعمل معها في التجارة على طريقة المضاربة حيث يكون المال منها والعمل من المشارك وإذا أراد الله أمرا هيئ أسبابه ومقدماته فكان أن تم الاتفاق على أن يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشام بتجارة لها ويكون الربح بينهما وجعلت تحت يده مدبر أموالها ميسرة وتحت أمره العاملون في تلك التجارة ولما رجع النبي من رحلته التجارية الشامية وقد ربح ربحا جيدا لم يكن هم خديجة في ربح المال بقدر ما كان يهمها معرفة أحوال النبي من خلال ميسرة غلامها الذي شرح لها ما كانت تنتظره وتستطيبه من ذكر صفاته وأخلاق معاشرته مع الناس وإدارة أمور التجارة وأضاف إليها ما رأى من الكرامات والفضائل التي خصه الله بها من تضليله بالغمام في حر الشمس وغير ذلك عندها خطت الخطوة الثانية وهي أن تخطب النبي محمدا لنفسها بلى رغبتها فيه واشتياقها إلى الاقتران به جعلها تفعل ذلك وصوبت حكمتها وكمال عقلها هذا الأمر فلا ينبغي أن تترك هذه الفرصة الاقتران بسيد الخلائق والنبي الذي بشر به المرسلون السابقون تترك ذلك لأجل بعض الأعراف الاجتماعية الخاطئة التي قد تبيح للمرأة الخاطئة أن تنشئ علاقة غير مشروعة مع رجل وتتغاضى عن ذلك بينما ترفض أن تنشئ امرأة مقدمات الزواج المحلل مع رجل كسيد الخلق ولأجل هذا فقد ذكرت الأمر لامرأة كانت تدخل عليها وتختصها وهي نفيسة بنت مانية ولنتركها تتحدث عن هذه المهمة قالت كانت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العز بن قصي امرأة حازمة جلدة شريفة مع ما أراد الله بها من الكرامة والخير وهي يومئذ أوسط قريش نسبا وعظمهم شرفا وأكثرهم مالا وكل قومها كان حريصا على نكاحها لو قدر على ذلك قد طلبوها وبذلوا لها الأموال فأرسلتني دسيسا إلى محمد بعد أن رجع في عيرها من الشام فقلت يا محمد ما يمنعك أن تتزوج فقال ما بيدي ما أتزوج به قلت فإن كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة ألا تجيب قال فمن هي قلت خديجة قال وكيف لي بذلك قالت قلت علي قال فأنا أفعل فذهبت فأخبرتها فأرسلت إليه أنئت لساعة كذا وكذا وبقي بعد ذلك الترتيب الرسمي لموضوع الزواج فجاء بن هاشم إلى منزل خديجة يتقدمهم رأس الهاشميين أبو طالب بن عبد المطلب ليخطب خديجة من عمها باعتبار أن والدها على ما هو الصحيح كان قد قتل في حرب الفجار وبعد أن استقر بهم المقام خطب أبو طالب خطبة يتبين فيها معرفته بمقام ابن أخيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم جاء فيها الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضأضأ معد أي معدنه وأصله وعنصر مضر وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه وجعل لنا بيتا محجوبا وحرما آمنا وجعلنا الحكام على الناس ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل إلا رجح به فإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل ومحمد من قد عرفتم قرابته وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها من الصداق ما آجله وعاجله من مال كذا وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطب جليل نشير هنا إلى خطأ موجود لدى بعض الكتاب وربما الخطباء وهو أنهم يقولون إن خديجة قامت وسقت أباها خمرا حتى لا يعارض عقد النكاح وهذا كلام باطن لجهات الجهة الأولى إن أباها كان قد توفي قبل ذلك الوقت بسنوات فقد نص غير واحد من المؤرخين عليه وذكروا إن عمر بن أسد عمها هو الذي أنكح خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن خويلد كان قد هلك قبل الفجار الجهة الثانية لأن هذا لا ينسجم مع ما هو معروف من طهارة خديجة قبل الإسلام وأنها لم تكن تحب الباطل وإنما انتظرت هذه السنوات لأنها لا تجد في من يتقدم لخطبتها ما يناسب أخلاقها ومبادئها فهل تراها هناك تتوسل بالباطل بأن تسقي أباها خمرا؟ الجهة الثالثة الكل يعرف أن السكران لا عبارة له ولا يمكن أن يقبل أو يرفض والمعاملة باطلة الجهة الرابعة إن بني هاشم وفي طليعتهم رأسهم أبو طالب ممن حرموا على أنفسهم الخمر لما أخذوه من ديانتهم الإبراهيمية لا سيما والنبي موجود كيف يسمحون بمثل هذا الفعل؟ ويجرون النكاح على أساس عبارة رجل سكران أفترى النبي يقبل بعقد نكاح قائم على عبارة سكران؟ وهو ممن لا تقبل منه العبارة ولا يصح منه عقد ولا ميثاق أنا لا أدري هل يلتفت أصحاب هذا القول إلى أنه يستلزم الطعن في رسول الله أولا وفي بني هاشم ثانيا وفي خديجة ثالثا وفي صحة نكاح خديجة رابعا تم العقد وخطب عمها بشكل مختصر موافقا وقيل أنه أصابه البهر فقامت خديجة وكانت بريزة وذات شخصية فخطبت موافقة على ذلك ومشيرة إلى أن المهر من مالها الأمر الذي جعل بعض الحسدة يقول رأينا الرجال يمهرون النساء ما رأينا النساء يمهرون الرجال فنهض إليه أبو طالب وقال يا لكع الرجال مثل محمد يحمل إليه ويهدى ويعطى ومثلك من يعطي ويهدي ولا يقبل منه لم يتأخر الزواج بعد العقد وبعده قيل أن خديجة قامت عند البيت الحرام ووكلت من يخطب أن يقول أيها الناس هذه خديجة بنت خويلد تقول إنما تملك من مال وشاء وإبل وعقار وأعبد وجوار وغير ذلك كل ذلك قد وهبتها لزوجها محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتصرف فيها كيف يشاء يهب من أحب ويمنع من أحب انظر الفرق ولماذا ارتقت خديجة هذا المرتقى العالي ومن عجب أن يقارن بها غيرها وأن يناقش هل هي الأفضل أم لا ذلك أن المفسرين قد ذكروا في تفسير آيتي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من عرض الدنيا إما زيادة في النفقة أو غير ذلك فاعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فيما ذكر ثم أمره الله أن يخيرهن بين الصبر عليه والرضى بما قسم لهن والعمل بطاعة الله وبين أن يمتعهن ويفارقهن إن لم يرضين بالذي يقسم لهن فكان أن أتاه الوحي بالتخير بعد أن هجرهن أربعين يوما وأقام في مشربة أم إبراهيم مارية القبطية وبعدها خيرهن بين الله ورسوله والصبر على ما يجدن أو الفراق معهن والتسريح لهن فكان أول القائمات أم سلمة وقالت اخترت الله ورسوله على أثرها قامت بقية النساء شتان بين امرأة تعطي كل ذلك وتشهد عليه وحتى الآن لم يبعث النبي بالرسالة وبين باقي النساء اللات شهدن نبوته وبعثته وجهاده وصبره وأذاه في أحواله كلها ثم يطلبن منه المال والدنيا لا غرابة بعد ذلك أن يقول النبي فيما يقول من إظهار المحبة لها والتعلق بها وقبل ذلك لا غرابة أن يكرمها الله بما حرمت منه غيرها من كون نسل النبي وامتداده منها ومن بناتها رزقها الله منه قبل البعثة ثلاث بنات هن زينب ورقية وأم كلثوم وأما بعد البعثة فقد ولدت له القاسم وعبد الله ورزقها الله منه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء جهادها أول البعثة لم يقتصر عطاء السيدة خديجة على الجانب المالي وإن كان عظيما وقد أشار له أمير المؤمنين علي عليه السلام في توجيه كثرة إنفاقات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قائلا وأين يذهب بك عن مال خديجة؟ فكان بعض الأرقاء من المسلمين يحررهن النبي ويعطي أثمانهم من أموالها المباركة ولما أمر المسلمين بالهجرة على مرحلتين في الأولى سبعة عشر كما قيل وفي الثانية سبعين كانت نفقات انتقالهم وطعامهم وشرابهم مما أعطي من مال خديجة حتى روي عنه صلى الله عليه قوله ما نفعني مال قط ما نفعني مال خديجة بل كانت تتحمل إنفاقات النبي حتى في الأمور المستحبة فقد قدمت حليمة السعدية على مكة بعد أن تزوج رسول الله بخديجة وشكت إليه الجذب فكلم خديجة بشأنها فأعطتها أربعين شاء وإلى أن صار الحصار الاقتصادي على النبي وبني هاشم في شعب أبي طالب فقد أنفقت كل مالها حتى لم يبق لها شيء تنفقه هذا كله وإن عظم إلا أنه لم يكن جهادها الوحيد بل كانت أولى المسلمات والمؤمنات به وكانت تتفقد أمره إذا خرج لغار حراء وتأتي له بالطعام ولك أن تتصور إمرأة فوق سن الأربعين بعد بعثة النبي تصعد هذا الجبل العالي لكي توصل الطعام لزوجها النبي وإذا أغري به أشقياء قريش وسفهائهم قامت مع علي عليه السلام للذب عنه وكان بعضهم يرمي بيتها وبيت النبي بالحجارة فكانت تصرخ في وجوه القرشيين أترمى الحرة في بيتها سلام على أم المعصومين الاثني عشر فاطمة والحسنين والتسعة من ذرية الحسين عليهم السلام خديجة بنت خويلد عليها السلام لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير ما أبدلني الله خيرا منها قد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء في حياة الرسالات والدعوات الدينية نلاحظ ثلاثة أقسام من المؤمنين القسم الأول هو بمثابة القواعد التي تحفر تحت الأرض ويستحكم بها البناء وهذه مهما زادت عمقا وتجذرا في داخل الأرض زاد البناء استحكاما وقوة القسم الثاني بمثابة الأعمدة التي ترتفع معتمدة على القواعد وترفع من فوقها السقوف وهي التي تكون البناء وتعطيه صورته الحقيقية وعليها يكون استثمار البناء والاستفادة منه القسم الثالث بمثابة الأصباغ والألوان وهذه لا تأثير أساسية لها في أصل البناء ولا في استحكامه وإنما تعطي للبناء صبغا ولونا خارجيا فقط وتعلن عن نفسها وعن البناء ومشكلة الناس أنهم يخلطون بين الثلاثة فيساوون الأول بالأخير أو الثاني بالأخير بينما لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا البارزون في الزحام والمتهالكون على الأسماء والألوان والذين لهم في كل عرس قرص وفي كل موقف عملي لهم كلام كثير خديجة المباركة كانت من أجل مصادق القسم الأول فهي بمقدار ما عملت وما أدراك ما عملت لم تكشف عن تلك الأعمال غطاء السر ولم تتحدث عن نفسها ولا عن حب رسول الله لها كما فعلت غيرها خمسة وعشرون عاما حافلة بالأحداث وملئة بالقضايا منها عشرة أعوام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخديجة معه في كل مواقفه تؤيده وتدعمه وتعطيه صفوة مالها كم كان هذا المال مباركا به ينعش الله فقراء المسلمين في ذلك الوقت الذي كان بعضهم لا يجد قوت وجبته وبه يحرر العبيد المؤمنين الذين كانوا عرضة للهلاك تحت أيدي جلاديهم ولم ينقل التاريخ لنا أن خديجة قد تكلمت يوما عن هذا الأمر بينما نقل عن بعض المسلمين من أهل الألوان والأصباغ أنهم كانوا إذا فعلوا خيرا علقوه على رقابهم ومشوا به بين الناس وربما منوا على من فعلوا لهم ذلك الخير ولهذا لم يكن غريبا أن تبقى ذكرى خديجة في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر خديجة على لسانه إلى ما بعد الهجرة أي بعد وفاتها بأكثر من خمسة عشر عاما مع وجود عدد غير قليل من النساء معه ولكنه قد رزق حب خديجة كما قال صلوات الله عليه خديجة الطاهرة الالتزام في المجتمع الطيب شيء ليس بالعسير والفضيلة في محيط طاهر أمر قد يستطيعه الكثير لكن الالتزام الديني في مجتمع الإنحراف والتمسك بالطهر في مجتمع الجاهلية أمر صعب وفاعل ذلك ينبغي تقديره باعتبار أنه يسير نحو القمة مع أن الموج يخالف اتجاهه ويقاوم مسيرته الصاعدة وخديجة بنت خويلد عليها السلام كانت من هذا النوع فالمجتمع الذي عاشت فيه كان محيطا موبوءا بالمعصية والإنحراف وكان أمر البغاء والزنا شيئا لا يتورع عنه كبار القوم في قريش فما ظنك بصغارهم وكان الذوات الرايات جزءا من النسيج الاجتماعي المألوف لكن المعدن الطيب لهذه المرأة الصالحة ورجحان عقلها إذ إنه كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع وخديجة كما هو مفاد حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعلها تسلك طريق الكمال والفضيلة والطهر حتى لقد لقبت في أيام الجاهلية وقبل مجيء الإسلام بالطاهرة وفي هذا الطريق الطيب نراها عليها السلام تبحث عن طاهر تعيش معه وكان قد ملأ إهابها إعجابا ما تسمعه عن محمد بن عبد الله هذا الشاب المتميز في المجتمع المكي والذي لا يشبه أحدا ولا يشبهه أحد في كمال خلقه وفي مفارقته للجو العام الجاهلي السائد في المجتمع المكي وبدأت تفكر في كيفية مناسبة للتقرب منه وهذا ما يشير إلى كمال عقلها فإنها لو استسلمت للجو العام لما عدت أصحاب المال المعدمين أخلاقا وأصحاب الجاهي الاجتماعي ورؤساء القبائل ولكنها نظرت بعيدا وكذلك أيضا لم تترك العادات والمألوف هي التي تقرر مصير مستقبلها فإنا نلاحظ أن قسما من الناس يفكرون بنحو جيد ولكن تقيدهم العادات وتحاصرهم التقاليد فتسوقهم إلى اتخاذ قرارات على غير قناعاتهم مثل أن المرأة ينبغي في موضوع الزواج أن تكون منفعلة ومنتظرة فإن جاء رزقها كما تحب وإلا فهي لا تستطيع أن تحرك ساكنا إلا أن هذه المرأة النموذجية بدأت تفكر في كيفية مناسبة للقرب من محمد لا سيما وهي تسمع كلاما هنا وهناك أن رسولا سيبعث في أم القرى وإذا قدر ذلك في زمانها فمن سيكون أولى بهذه المنزلة من محمد في الطرف الآخر كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ من السن ما يقتضي منه الاستقلال والاعتماد على نفسه بل مساعدة عمه وكافله أبي طالب وكان أن التقت الرغبتان فخرج محمد في أموال خديجة مضاربا بها إلى الشام وعاد محمد من سفرته التجارية عاد وقد ملأ نفس ميسرة غلام خديجة إعجابا وأترع قلبه حبا ورأى معه من الإعجاب ما ينبغي أن يكون حديث المتكلمين والسمار فالملكان اللذان يضلانه عن الشمس وصفقة يمينه التي تباري السحاب في بركتها وأمانته في المعاملة وصدقه فيها يبطل كل ما قالوه من أن السوق تحتاج إلى أسلوب خاص يعتمد على الشطارة والكثير من الكذب وخداع المشتري واستغفاله وأن الذي يريد أن يأتي إلى التجارة بمنطق المتقين وطريقة الأخلاقيين فلن يحصد غير الخيبة ها هو محمد صدقه في حديثه لا يفارقه وأمانته في المعاملة لا تخلو منه لحظة ومع ذلك فقد ربح وربح ما لو حصل غيره عليه لطار فرحا وهام على الثري اختيالا لله دره أي سر فيه هذا الرجل برقت عيناها بسرور الغبطة وهي تسمع حديث ميسرة ورأت أنها لم تذهب بعيدا بل وافقت حسابات الحقل البيدر زادت له حبا وبه تعلقا وبدأت تفكر كيف يواتيها سعد حظها في الاقتران به وكان أن أسرت في ذلك لبعض نسائها ثم أرسلت إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا ابن عم إني قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك ولعمري إن هذه الكلمات بقدر ما تعرب عن كمال عقل هذه المرأة الطاهرة لتصلح أن تكون برنامجا تتبعه كل امرأة تريد الزواج والشراكة الحياتية فهي قد فصلت ما ينبغي أن تبحث عنهم امرأة عقلة لبيبة تهافت عليها الرجال الأثرياء وزعماء البلد وقد كانت عندهم الطاهرة وأجمل نساء قريش وأثر الجميع وردتهم بينما سعت هي بنفسها لكي تتزوج من رجل لا مال كثير له بينما سعت هي بنفسها لكي تتزوج من رجل لا مال كثير له استجاب النبي وكان الزواج قبل البعثة وتقدم مع عمه أبي طالب عليه السلام وصحبهم حمزة بن عبد المطلب وعدد من بني هاشم وخطب أبو طالب لابن أخيه خديجة متقدما بهذه الكلمات الرائعة التي تنبئ عن استشرافه لمستقبل النبي ودينه الذي سيظهر على الأديان فمن جملة ما قال الحمد لرب هذا البيت الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل وأنزلنا حرما آمنا وجعلنا الحكام على الناس وبارك لنا في بلدنا الذي نحن فيه ثم إن ابن أخي هذا مما لا يوزن برجل من قريش إلا رجح به ولا يقاس به رجل إلا عظم عنه ولا عدل له في الخلق وإن كان مقلا في المال فإن المال رفد جار وظل زائل وله في خديجة رغبة وقد جئناك لنخطبها إليك برضاها وأمرها والمهر علي في مال الذي سألتموه عاجله وآجله وله ورب هذا البيت حظ عظيم ودين شائع ورأي كامل وقام عمها لكي يخطب مجيبا بالقبول فأخذه البهر والموقف فلم يستطع أن يبلغ حاجته فقامت خديجة وقبلت لنفسها بل وضمنت المهر في مالها أيضا فقال بعض من حضر يا عجبا المهر على النساء للرجال فرد أبو طالب عليه إذا كانوا مثل ابن أخي هذا طلبت الرجال بأغلى الأثمان وأعظم المهر وإذا كان أمثالكم لم يزوجوكم إلا بالمهر الغالي انتقلت خديجة إلى بيت النبي وعاشت معه خمسة عشر سنة قبل البعثة وهي ترى كل يوم عجبا من عجائبه ينبئها عن المستقبل العظيم الذي تنتظره البشرية من بركته وعمله وكانت صلوات الله عليها تتحرى مواضع رضاه فتواتيها فقد قدمت على رسول الله مرضعته حليمة السعدية فقام إليها متذكرا أيام طفولته ورضاعه من صدرها مناديا إياها أمي أمي وألقى إليها بردائه وأقبل عليها يسألها عن حالها وما إن ذكرت له ضيق اليد وخشونة الدنيا وتقدم السن بها إذ يمر على ذكرى رضاعه حينئذ ما يقارب الثلاثين عاما حتى انبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أكثر ما يحرك ضميره حاجة الإنسان فكيف إذا كان مرضعته قام لخديجة يحدثها عن مرضعته ولزوم مساعدتها وخديجة التي تتطلب قضاء حاجة لزوجها فلا يكلفها بل يقضي حوائجه بنفسه ها هي لا تسعها الفرحة لتقضي لمحمد حاجة يطلبها فتأمر بما يسر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قطيع من الغنم ومعه ناضح يحمل الماء لمرضعة الحبيب المصطفى وقد كان ذلك سببا في رجوعها في عام آخر بعد البعثة وإسلامها وزوجها على يد رسول الله خديجة المؤمنة يعاني المصلحون مشكلة في تعويد زوجاتهم على نمط الحياة التي يعيشونها ويعانون أكثر من عدم استقبالهن للتغيرات التي تحصل في تلك الحياة والمراحل الجديدة التي يطبونها ذلك أن هؤلاء يواجهون المجتمع المنحرف عنهم والمقاومة لتوجهاتهم هذا خارج البيت والأسرة ويتوقعون أنهم يجدون الدفء والدعم في داخل البيت فإذا كانت زوجاتهم غير مستعدات لتلقي هذه التغيرات بدعم أزواجهن والتخفيف عنهم فإن مصيبة المصلح تكون مضاعفة فضلا عما إذا كانت الزوجة غير مؤمنة به ولذا وجدنا تعبير القرآن عن هذا الصنف من النساء تعبيرا قاسيا كما يلحظ في سورة التحريم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين إن تعبير القرآن الكريم عنهما بالخيانة مع أنها ليست الخيانة الزوجية ليكشف عن مدى شناعة العمل في نظر القرآن الكريم وإنما كان تخليا عن عقيدتهما وعن دعم النبيين المذكورين في الآية في المقابل نجد بعض النساء اللات اختصهن الله سبحانه بمنزلة دعم الأنبياء والأوصياء فكن كهفا دافئا يلجأ إليه الأنبياء في صقيع الخذلان الاجتماعي وظهرا يستندون إليه عندما ينكشف الناس عنهم وفي طليعة أولئك بل أولاهن على البشر كانت أم المؤمنين خديجة عليها السلام فقد ضربت المثل الأعلى بفعلها للإيمان المستعلي على المصالح المضحي بكل شيء وللزوجة الدافعة لزوجها الخائضة معه لجج الغمرات وتحدي الصعوبات وقد بدأت أولا بالإيمان به صلوات الله عليه عندما أوحي إليه من قبل الله ومع أننا لا نتفق مع الروايات التي تنقل ومفادها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل عليه جبريل وغطه عدة مرات وأنه خرج من ذلك يرجف وجاء إلى بيت خديجة قائلا لقد خشيت على نفسي وأنها ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل ابن عمها وكان قد تنصر وقرأ الكتب فأقنع ورقة ابن نوفل النبي محمدا بنبوته ورسالته أو أنها أدخلت النبي بين درعها وجلدها فكانت إذا فعلت ذلك اختفى عنه جبريل وإذا أخرجته رأى جبريل أو أن النبي كان قد ذهب ليتردى من الجبال في عملية انتحار لم يسبقه بها نبي من السابقين ولكن جبريل تبدى له حينئذ إلى غير ذلك مما ذكروه نحن لا نعتقد بأي من تلك الروايات وإنما نرى أن مجيء جبريل بالوحي للنبي كان أمرا متوقعا من قبله صلوات الله عليه وأنه كان يرى إرهاصات النبوة قبل هذه الحادثة بفترة طويلة من الزمان كسلام الكائنات عليه والرؤية الصادقة بل إن نبوته كانت متوقعة من قبل آخرين من أهل بيته كجده عبد المطلب وعمه أبي طالب فكيف يخفى عليه ما ظهر لغيره من تكريم الله إياه وهو مفاد رواية صحيحة عن الإمام الباقر عليه السلام وأما النبي فهو الذي يرى في منامه نحو رؤيا إبراهيم ونحو ما كان رآ رسول الله من أسباب النبوة قبل الوحي حتى أتاه جبريل من عند الله بالرسالة والرواية تتحدث عن أسباب للنبوة قبل الوحي وليس سببا واحدا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما بعث وكان ذلك مع بداية نزول الوحي عليه كان متوقعا لذلك الحادث ولم يشك فيه لحظة واحدة ولم يكن محتاجا إلى أن يؤتى به إلى عالم النصراني لكي يقنعه بأن هذا هو الناموس الأعظم كما ذكروه وإنما رجع إلى بيته وقد أحس بثقل المسؤولية العظمى التي ألقيت على عاتقه والتي سوف يواجه لأجلها هذا الكيان الجاهلي بما له من كبرياء الحمق وجبروت الجهل والقوة لكنه كان مصمما على القيام بهذه المهمة وهنا يبرز دور الطاهرة خديجة صلوات الله عليها التي استقبلته في عودته تلك بأفضل ما يستقبل به صاحب دعوة وآمنت به على الفور لأنها تعتقد أن هذا الرجل هو الذي تتجسد فيه كل صفات الأنبياء بل يتفوق في صفاته عليهم فلو لم يبعث رسولاً لكان الأمر غريباً فإنه ليصل الرحم ويصدق الحديث ويحمل الكل ويكسب المعدوم ويقر الضيف ويعين على نوائب الحق وقد كانت عليها السلام أول من آمن به فمنذ أن جاء من غار حراء يحمل على عاتقه مسؤولية هداية البشر ودعوتهم إلى رب العالمين هيأت له كل ما يحتاجه صاحب الدعوة فقد آمنت به بصدق وراحت فيما بعد تخفف عنه أذى قريش وتكذيبهم وتتحرى راحته ويا بؤس نهارها لو سمعت أن رسول الله قد أوذي فهي لا تلبث أن تخرج مستنجدة بعمه أبي طالب مرة ومدافعة عنه بصورة مباشرة أخرى ولقد أصابها من أحجار الكفار بمقدار ما أصابها من شتائمهم بل إن حجارة السفهاء كانت تصل إلى داخل بيتها ملاحقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المجاهدة المنفقة منذ اليوم الأول الذي قبلت فيه الزواج من رسول الله جعلت خديجة نفسها وأموالها وقفا على رسول الله فإنهم يذكرون أنها كلفت ابن عمها ورقة ابن نوفل أن يعلن على جميع القرشيين بأن ما تملك ملك لرسول الله فقام ورقة مناديا يا معشر العرب إن خديجة تشهدكم على أنها وهبت لمحمد نفسها ومالها وعبيدها وجميع ما تملكه يمينها إجلالا له وإعظاما لمقامه ورغبة فيه كان هذا الإعلان الصادق منها يعبر بشكل كامل عن طريقة الحياة التي اختارتها مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبالفعل فقد ترجمت حياتها مواد هذا الإعلان فقد أنفقت وأنفقت حتى لقد قام الإسلام على عمودي سيف علي ومال خديجة وكان النبي يتصرف في ذلك المال لنصر الدعوة فيعين الفقير الذي أضربه الفقر ويعتق المملوك المسلم من يد مالكه الكافر بل إن تجهيز المسلمين للهجرة كان من أموال خديجة فإنه من المعلوم أن السفر أيا كان يحتاج إلى مؤونة مالية سواء للطعام أو للراحلة أو بعد الوصول إلى المقصد حتى تتهيأ حياة جديدة للمهاجر وكان المسلمون المهاجرون لا سيما للحبشة غالبهم من الضعفاء والفقراء فكان مال خديجة هو الأساس المعتمد وهجرة الفواطم وأهل النبي من مكة للمدينة كذلك ولهذا لما سئل أبو رافع وهو يحدث عن هجرة علي عليه السلام من مكة أو كان يجد النبي ما ينفقه هكذا قال وأين يذهب بك عن مال خديجة وبعدها لا غرابة أن نجد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقد أسلمت له العرب أقدارها واليهود أذعنت إليه بأموالها وأصبحت ميزانية الدولة الإسلامية في عهده ضخمة ومع ذلك يقول ما نفعني مال قط ما نفعني مال خديجة لقد كانت صاحبة المال مباركة وكانت نيتها في العطاء خالصة فجاءت هذه البركات أم الذرية النبوية الطاهرة كان رهان الكفار أولا على النبي وأنه سوف يتراجع عن دعوته عندما يجد أن قريشا كلها يد ضده أو أنهم يمكن أن يغروه بالمال وغيره وفشل هذا الرهان منذ الأيام الأولى عندما أعلنها بصراحة لهم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه ثم كان رهانهم على إيذاء المسلمين وفتنتهم وأنهم عندما يلقون الإيذاء والإضطهاد والمقاطعة سوف يتركون دينهم الجديد ولم يكن حظ هذا الرهان إلا كسابقه وكعادة الغريق الذي يتشبث بأي حشيش أو تحلب راهن وما أكثر رهانهم وقمارهم هذه المرة على الزمان والأيام فهم يرون أن محمدا هو كل شيء في هذه الدعوة وعما قريب يهلك أو يقتل فتموت بذلك دعوته إذ إنه لا عقب له بل هو أبتر كما كان يقول العاص بن وائل وهنا يتجلى إكرام الله لخديجة ومباركته إياها فإذا بها تكون أم الزرية ووالدة الكوثر ويمن الله سبحانه على نبيه وعلى هذه السيدة الجليلة بل على الأمة بهذه السلالة الطاهرة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فقد رزق الرسول منها القاسم والطاهر وهو عبد الله وقد توفي صغيرين كما رزق منها سيدة نساء العالمين أجمعين فاطمة الزهراء عليها السلام وهي التي كان منها ذريته وبقي منها نسله فكانت بحق الكوثر والخير الكثير وبقي امتداد رسول الله منها ذرية طيبة يملؤون الأرض نورا وهداية في كل عصر وينفون عن الدين تأويل المبطلين بينما كان شأنه وشأنهم هو الأبتر الذي يذهب الضجيج الذي يصنعه بذهابه ويموت ذكره بحلوله في التراب والذي ينبئ عن اختصاص السيدة الطاهرة المباركة بهذه المنطقة أن نساء النبي جميعا لم يرزق النبي منهن شيء ما عدا مارية والتي توفي ابنها إبراهيم مبكرا مع أن فترة بقائه مع كثير منهن كانت في حدود العشر سنوات وكان فيهن البكر والثيب ومن أنجبت من غير النبي قبله كأم سلمة رضوان الله تعالى عليها ولكنها منقبة اختصت بها هذه الطاهرة التي ملكت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قبل بعثته رغبة فيه وإجلالا لمقامه ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها من الجنة هذه المرة تشكلت النطفة الطيبة ليأتي منها الكوثر فقد روي في أكثر من سند بأن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يظهر نور فاطمة الزهراء صلوات الله عليها أمر نبيه أن يعتزل خديجة مدة من الزمان يكون فيها صائم النهار قائم الليل حتى إذا تمت تلك المدة أتحفه بتفاحة من طعام الجنة هدية الرب الجليل إلى عبده ورسوله لتبنى خلقة فاطمة على طعام الجنة الخالص من الشوائب والأدران وبالفعل فقد واقع النبي أهله بعد ذلك مباشرة فمنها تكونت فاطمة الزهراء عليها السلام ولذلك كان النبي إذا أراد أن يشم رائحة الجنة قبل الزهراء تفاحة الفردوس والخلد التي شرف الله مولدها بنساء الجنة وسل منها أنوار الأئمة عام الحزن ألف يوم تقريبا هي الفترة التي قضاها بنو هاشم والمسلمون مع رسول الله في شعب أبي طالب وهو واد بين جبلين في مكة وذلك بعد أن أعلنت قريش المقاطعة الاقتصادية الشاملة ضدهم فلم يسمح لهم بالشراء من بائع مكة ولم يشتروا منهم شيئا ونفد القوت وانتهت الأطعمة حتى لقد كان أطفالهم يتضاغون من الجوع ولكنها ضريبة الإيمان التي دفعها المسلمون برضى نفس وسكينة قلب غير أن الفترة تلك قد أثرت في صحتهم وأبدانهم وخديجة بنت خويلد التي كانت أغنى امرأة في قريش ها هي ترقد على بصاط هو والتراب واحد في ذلك الشعب وقد نحلت قوتها وشحب لونها إلا من ابتسامة الإطمئنان المشرقة وهي تتوقع الوصول إلى حبيبها السلام الذي منه السلام وإليه يعود السلام يمر عليها رسول الله فيرى خديجة التي ما نفعه بمال كما نفعه بأموالها ها هي تعيش لحظاتها الأخيرة وهي صفر اليدين من أموال الدنيا التي أنفقتها لشراء الآخرة ولقد ربح بيعها لكن الأمر محزن أن تكون في هذه اللحظات وبهذه الصورة فلا يستطيع الرسول أن يفعل لها شيء فقال لها بالكره مني ما أرى منك يا خديجة وقد يجعل الله في الكره خيرا كثيرا أما علمت أن الله قد زوجني معك في الجنة مريم ابنة عمران وكلثم أخت موسى وآسية امرأة فرعون والجدير ذكره أن هذا النص يكشف عن أسماء زوجاته من أهل الدنيا وأما ما قيل من أن زوجاته في الدنيا هن زوجاته في الآخرة فلا يثبت وما نقل سواء في البخاري أو في مسند أحمد ليس مسندا لرسول الله بل هو لو تم سنده كلام لعمار وليس لرسول الله وجاءت بعد ذلك أسماء بنت عميس فوجدت خديجة تبكي فجلست تنهنه عنها وتذكرها أنها واردة على من هو مشتاق إليها ومن صرفت عمرها لأجله فأخبرتها أنها لا تبكي لفراق الدنيا وإنما تبكي لحال ابنتها فاطمة فإنه لابد للمرأة ليلة زفافها من امرأة تفضي إليها بسرها وتستعين بها على حوائجها وفاطمة حديثة عهد بصبا وأخاف أن لا يكون لها من يتولى أمرها حينئذ فعاهدتها على أن تكون لفاطمة في ليلة زفافها كما أرادت خديجة واطمأنت الطاهرة إلى وضع فاطمة في أول ليلة من حياتها الزوجية أغمضت عينيها وصافحتها الملائكة مسلمة وقدمت الروح على بارئها إلى جنته حيث لا نصب ولا تعب ولا صخب الصديقة الكاملة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون وقال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع آسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد في البداية لا بد أن نقول أن المثال لا يعترف بالجنس بمعنى أن المثال الأعلى لو كان مذكراً فلا يحصر أمر الاقتداء به بالرجال وهكذا النساء خديجة إنسان كامل ولذلك ينبغي أن يقتدي به الرجال والنساء وهذا ما أشار إليه القرآن عندما ضرب مثلاً آسية بنت مزاحم وهي مثال للإنسان الذي يستطيع أن يتغلب على الظروف التي تجبره للكفر أو الإنحراف وعندما يقدم رسول الله خديجة يقدمها مثلاً يقتدى به في محيط النساء والرجال والحديث عنها متعدد الجوانب رائع تعدد جوانب الخير فيها وروعتها كانت تلقب حتى قبل بعثة الرسول بالطاهرة وهذا يشير إلى نقطة مهمة وهي أن التفوق المتأخر لا يمكن أن يأتي بصورة فجائية بأن يكون شخص في السابق فاسقاً فاجراً وفجأة يصبح من المقربين في قفزة واحدة فهذا ليس من السنة الاجتماعية في شيء وإنما الطبيعي هو أن يكون الشخص لديه مقدمات في نفسه حتى إذا تهيأت لها ظروف السمو والتكامل تكاملت ووصلت وربما يكون هذا هو المقصود مما روي أن خياركم من الجاهلية خياركم في الإسلام بمعنى أن من يكون في تلك الظروف التي تكثر فيها دواعي الانحراف فاضلاً وخلوقاً فإنه يفترض أن يكون في الإسلام أفضل مع وجود الظروف المناسبة والمواتية فلو صح هذا الحديث فإنه يمكن توجيهه بهذا المعنى فإذا كانت في الجاهلية تسمى بالطاهرة فما ظنك بها في الإسلام فكيف إذا صارت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خصوصاً أن الجاهلية لم تكن تنظر إلى كثير من الانحرافات نظرة سيئة فإننا نجد أن مثل أبي سفيان يأتي بشكل واضح ويقول لأحدهم التمس لي بغية وهكذا كانت بيوت الدعارة وذوات الأعلام فما كانت تلك الانحرافات شيئاً ناشزاً إلا من وجود بعض المتحنثين والسائرين على ما تبقى من شريعة إبراهيم الخليل فلو نظرنا إلى ذلك الوضع من امرأة مالكة لأمرها وثرية جداً والجو يساعد على الانحراف ومع ذلك تأتي في ذلك الوضع وتعرف بلقب الطاهرة هذا أمر ينبغي التفكير فيه جدياً شاءت إرادة الله أن تكون هذه المرأة الطاهرة منجبة لأولاد الرسول كما أشار إليه الرسول في بعض أحاديثه أنه رزقني الله الولد منها وحرمني من غيرها مع ملاحظة وجود ثماني نساء أخريات له فيهن الثيبات والأبكار ومنهن من أنجبت قبل زواجها من رسول الله أي لم تكن عقيمات وفيهن من بلغن الدرجات العاليات من الإيمان والخلق وقد بقين معه فترة طويلة يمكن معها الإنجاب وكان الرسول يقوم بواجب كل واحدة الزوجي ولكن هذه خصيصة خديجة وميزتها والنعمة التي حباه الله بها دون غيرها أن يكون أبناء رسول الله وذريته منذ ذلك الوقت إلى يوم القيامة جدتهن الكبرى خديجة ما هو سبب ذلك؟ ينبغي أن نفكر في مقالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين كذبني الناس حين حرمني الناس مسألة التوقيت والحين لها أهمية عالية ولها الأثر الأكبر بحيث لو تقدم أو تأخر ربما لم يكن نافعا أصلا أو لم يكن نافعا النفع الأكبر فلو أن شخصا كان عطشانا عطشا يودي به إلى الموت فهناك لحظة ينفعه غصول الماء حينها أما لو تأخر هذا الماء عن الحين والوقت المناسب ووصل بعد يوم مثلا لما كان نافعا أصلا أما لو تأخر هذا الماء عن الحين والوقت المناسب ووصل بعد يوم مثلا لما كان نافعا أصلا عندما يأتي للنصرة أحد ولكن بعد كثرة الناس فهذا وإن كان نافعا إلا أنه ليس كما تكون النصرة حين القلة والضعف وخصوصا أن في هذا الوقت يكون التراجع وعدم تحمل المسئولية لماذا نجد أن يوم الدار يعتبر فضيلة ومنقبة لأمير المؤمنين علي عليه السلام إن ذلك بالنظر إلى الظروف والوقت الذي كان فيه رسول الله فإنه كان يعيش في مجتمع مكذب وفي عائلة معارضة لدعوته ومع أعمام جاحدين إلا القليل منهم هنا كان موقف النصرة والاستجابة يعدل مئات المواقف عندما تتغير الظروف وهذا يختلف عن مجيء النصرة في فتح مكة عندما جاء بعشرة آلاف مقاتل وذلك أنه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا إن خديجة في ذلك الحين الذي بدأ فيه الدعوة وقد كانت كل المؤشرات في غير صالح الرسول قامت هي باختيار الرسول زوجا قبل هذا الحين بفترة كافية نؤكد على أنها اختارت النبي وذلك من كمال عقلها الذي أشير إليه في بعض الروايات أنه كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع إحداهن خديجة بنت خويلد ثم تصب بين يديه كل أموالها في سبيل نصرة دعوته وتكون له درعا حامية وهنا نشير إلى قضية وهي أن أصحاب الدعوات يحتاجون إلى أمرين حماية خارجية وسكن نفسي ومن دون هذين العنصرين ستتعقد أمورهم وقد توفر كلا الأمرين لرسول الله قام بالأول أبو طالب فصد عنه المشاكل والهموم والتحديات والإهانات بل كان يتحدى كل القرشيين لو قاموا بتهديد رسول الله ولذا نقل أن أبا طالب لما توفي أمر النبي بالخروج من مكة فإنه لم يبق له فيها ناصر والأمر الآخر هو السكن النفسي والهدوء الداخلي فمتى فقده الإنسان صاحب الدعوة فإن مهمته تتعقد ولذا أشار القرآن إلى نبي الله لوط ونوح وأن نساءهما خانتاهما والخيانة هنا لا تعني الخيانة الجنسية وإنما الخيانة في الدعوة وعدم الإيمان بها بل التعامل مع المجتمع المحيط ضد النبي كما ورد في بعض روايات قصة نبي الله لوط وأنه لما جاءته الملائكة عمدت زوجته إلى إخبار المجتمع الكافر بوجود أغراب في ضيافته توفر لرسول الله هذا السكن النفسي مع خديجة بحيث ملأت حياته ولذا عاش معها حوالي خمسة وعشرين سنة ولم يتزوج عليها امرأة أخرى حتى إذا رحلت خديجة تزوج بثمان نساء ولم يقمن بأجمعهن مقام خديجة حتى لقد أثار ذلك بعض نسائه غيرة وذكرتها بما لا يليق وأن الله قد أبدله خيرا منها مما أغضب رسول الله غضبا شديدا فقال ما أبدلني الله خيرا منها آمنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها حين حرمني الناس ورزقني الله الولد منها وحرمت من غيرها نقطة أخرى وهي أن خديجة لم تكن من ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسبا مثل فاطمة والحسن والحسين ومع ذلك فإنها وصلت إلى ما وصلت إليه من المنزلة والشأن وما ذلك إلا لأنها آمنت بي وصدقتني وواستني وهذه كلها أفعال اختيارية أوصلتها إلى ما وصلت إليه وهذا الباب مفتوح لمن أراد دخوله لينضم بذلك إلى مستوى العظماء أبناء وبنات السيدة خديجة كم كان عدد أولادها ذكورا وإناثا وهل أن زينب وأم كلثوم ورقية كن بناتها أو ربائب لها الجواب المتفق عليه بين الشيعة والسنة أن أم المؤمنين خديجة عليها السلام قد أنجبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من البنات فاطمة الزهراء ومن الولد عبد الله الطاهر والقاسم ولكن اختلفوا في أنها هل أنجبت له من البنات غير فاطمة أم لا وهنا يتفق مؤرخو ومحدثو السنة تقريبا على أنها أنجبت له من البنات زينب ورقية وأم كلثوم بينما يوجد لدى مؤرخي ومحدثي الشيعة رأيان فهناك رأي موافق للسنة في أنها أنجبت البنات الثلاث المذكورات ولعله هو الرأي المشهور وهناك رأي مخالف ينتهي إلى أن البنات المذكورات لم يكن بنات النبي وإنما هن ربائبه ويظهر أن أول من ذكر هذا الرأي في كتاب واستدل عليه هو أبو القاسم الكوفي في كتابه الاستغاثة وسوف نتعرض ولو باختصار إلى هذين الرأيين وأدلة أصحابهما أدلة القول بكونهن بنات النبي فقد ذهب المشهور إلى أنهن بنات النبي اعتمادا على عدة أمور أولا ما هو مشهور بين المؤرخين وأهل الأنساب في هذا الشأن فلا تكاد تجد من يتحدث عن سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبناته إلا ويذكرهن فمن ذلك بالإضافة إلى ما ورد في كتب السيرة النبوية وكتب التاريخ التي كتبها المؤرخون غير الشيعة فقد ذكر هذا الأمر في كتاب تاريخ الأئمة لأبي الثلج البغدادي المتوفى حوالي 320 للهجرة فقال قال الفريابي حدثني أخي عبد الله بن محمد وكان عالما بأمر أهل البيت عليهم السلام حدثني أبي حدثني ابن سنان عن أبي نصر عن أبي عبد الله عليه السلام قال ولد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خديجة القاسم وعبد الله والطاهر وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة عليها السلام ومن مارية القبطية إبراهيم فأما رقية فزوجت من عتبة بن أبي لهب فمات عنها وأما زينب فزوجت من أبي العاص بن الربيع فولدت منه ابنة سماها أمامة تزوجها أمير المؤمنين عليه السلام بعد وفاة فاطمة عليها السلام ثانيا بعض الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام فقد ذكر الحميري القمي ذلك وأورد روايته عن مسعدة بن صدقة قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال ولد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خديجة القاسم والطاهر وأم كلثوم ورقية وفاطمة وزينب فتزوج علي عليه السلام فاطمة عليها السلام وتزوج أبو العاص بن ربيعة وهو من بني أمية زينب وتزوج عثمان بن عفان أم كلثوم ولم يدخل بها حتى هلكت وزوجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكانها رقية ثم ولد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أم إبراهيم إبراهيم وهي مارية القبطية وذكر مثله الشيخ الصدوق في الخصال في موضعين الأول عن أبي عبد الله عليه السلام قال ولد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خديجة القاسم والطاهر وهو عبد الله وأم كلثوم ورقية وزينب وفاطمة وتزوج علي بن أبي طالب فاطمة وتزوج أبو العاص بن ربيعة وهو رجل من بني أمية زينب وتزوج عثمان بن عفان أم كلثوم فماتت ولم يدخل بها فلما ساروا إلى بدر زوجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقية وولد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إبراهيم من مارية القبطية وهي أم إبراهيم أم ولد والثاني عن أبي عبد الله عليه السلام قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منزله فإذا عائشة مقبلة على فاطمة تصايحها وهي تقول والله يا بنت خديجة ما ترين إلا أن لأمك علينا فضلا وأي فضل كان لها علينا ما هي إلا كبعضنا فسمع مقالتها فاطمة فلما رأت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكت فقال لها ما يبكيك يا بنت محمد قالت ذكرت أمي فتنقصتها فبكيت فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال ما يا حميراء فإن الله تبارك وتعالى بارك في الولود الودود وإن خديجة رحمها الله ولدت مني طاهرا وهو عبد الله وهو المطهر وولدت مني القاسم وفاطمة ورقية وأم كلثوم وزينب وأنت ممن أعقم الله رحمه فلم تلدي شيئا وهناك بعض الروايات تشير ضمنا إلى هذا الموضوع وتنسب البنات إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلما ورد في حديث ألا أدلكم على خير الناس أبا وأما وجدا وجدة وعما وعمة وخالا وخالة الحسن والحسين خالهما القاسم بن رسول الله وخالتهما زينب بنت رسول الله ورواية الحسين بن روح في جوابه على سؤال من سأل لماذا فضلت فاطمة على سائر بنات النبي حيث ذكره بن شهراشوب في مناقب آل أبي طالب فقال وسأل بديل الهروي الحسين بن روح رضي الله عنه فقال كم بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أربع فقال أيتهن أفضل فقال فاطمة قال ولمصارت أفضل وكانت أصغرهن سنا وأقلهن صحبة لرسول الله قال لخصلتين خصها الله بهما أنها ورثت رسول الله ونسل رسول الله منها ولم يخصها بذلك إلا بفضل إخلاص عرفه من نيتها كما أنهم يشيرون هنا إلى كلام أمير المؤمنين عليه السلام في معتبته للخليفة عثمان ودعوته إياه إلى انتهاج سبيل صحيح في الإصلاح وأنه أولى من الخليفتين الأول والثاني بهذا كما ورد في نهج البلاغة وأنت أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشيجة رحم منهما وقد نلت من صهره ما لم ينالا وفي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يستفاد منها هذا المعنى أيضا فعن سماعة قال سألته عن مناكحتهم والصلاة خلفهم فقال هذا أمر شديد لن تستطيع ذلك قد أنكح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى علي عليه السلام وراءهم ثالثا ما يظهر من بعض أعيان الطائفة الالتزام به والدفع عنه كأنه أمر مسلم فمنهم الشيخ المفيد كما في المسائل السروية فقد كان في صدد مناقشة تفضيل عثمان بن عفان لجهة اقترانه ببنات النبي وقال إن ذلك مثلما هو الحال بالنسبة إلى اقتران عتبة بن أبي لهب وأبي العاص بن الربيع وهذا منه إشارة إلى تعدد البنات ومنهم السيد المرتضى في كلامه نقله في المناقب بن شهراشوب فقال وقال المرتضى رضي الله عنه التفضيل هو كثرة الثواب بأن يقع إخلاص ويقين ونية صافية ولا يمتنع من أن تكون عليها السلام قد فضلت على أخواتها بذلك ويعتمد على أنها أفضل نساء العالمين بإجماع الإمامية وعلى أنه قد ظهر من تعظيم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لشأن فاطمة وتخصيصها من بين سائرهن ما ربما لا يحتاج الاستدلال عليه عن وجه أفضلية السيدة الزهراء عليها السلام على باقي أخواتها ومنهم الشيخ صاحب الجواهر كما نقله عنه السيلاوي في كتابه الأنوار الصاطعة قال وذكر قريبا منه الفقيه والرجالي الكبير ملا علي العلياري في بهجة الآمال في شرح زبدة المقال وذكر الفقيه الكبير صاحب الجواهر فقد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة علي عليها السلام وأختيها رقية وأم كلثوم عثمان وذكر قريبا منه الشيخ الطوسي قدس سره ونفس ذلك ذهب إليه العلامة الشيخ علي بن يونس العاملي المتوفى سنة ثمانمائة وسبعة وسبعين للهجرة فقد ذكر نقاشهم لمسألة تفضيل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بالمصاهرة بأنها ليست من خصوصياته بل هو مشترك بها مع غيره فردهم بأن فاطمة عليها السلام أفضل من باقي بناته وزوجاته ويرى أصحاب هذا الرأي أن طريقة تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معهن تفيد كونهن بناته وإن كانت منزلتهن دون منزلة فاطمة فطريقة الحديث عن الزهراء وتزويجها كانت من قبل الله تعالى لمكانتها الخاصة وحيث إن النبي لا ينطق عن الهوى فإنه زوج باقي البنات ضمن القواعد العامة لا بشكل خاص وتعيين إلهي وأما ما عدا ذلك فإنه كان رفيقا بهن ويتعامل معهن تعامل الأب مع بناته فقد أهدر دم هبار بن الأسود الذي وكز زينب ابنته حتى ألقت ما في بطنها وهكذا تبرأ ممن آذى النبي في ابنتيه رقية وأم كلثوم فما هي ميزة هذه الفتيات لو كنا ربائب في كل هذه العناية النبوية علما بأنه كان للنبي ربائب متفق عليهم ولم نلحظ هذا الاهتمام الخاص من النبي بشأنهم لا في تزويجهما ولا في باقي حياتهما فإن من الثابت تاريخيا أن أم سلمة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لديها ولد وهو عمر وكان لها بنت وهي برة فسماها النبي بزينب وهي غير زينب ابنته وكان لدى أم حبيبة التي تزوجها النبي بنت وهي حبيبة من زوجها السابق عبيد الله بن جحش الذي هاجر مع المسلمين إلى الحبشة لكنه تنصر هناك ومات في الحبشة فتزوجها النبي ولديها بنت هي حبيبة التي تكون ربيبة النبي فلماذا لم نجد أي اهتمام استثنائي من الرسول بهذه الربائب واهتم بشكل خاص بزينب وأم كلثوم ورقية إن كنا ربائب ولسنا بنات وعلى هذا الأساس فإن عددا كبيرا من أعيان الطائفة قديما وحديثا قد ذهبوا إلى هذا الرأي وأرسلوه إرسال المسلمات فمنهم بالإضافة إلى من تقدم ذكرهم ثقة لإسلام محمد بن يعقوب الكليني المتوفى سنة 29 بعد الثلاثمائة للهجرة حيث ذكر في كتاب الكافي باب التاريخ ذلك قائلا في ترجمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فولد له منها قبل مبعثه عليه السلام القاسم ورقية وزينب وأم كلثوم وولد له بعد المبعث الطيب والطاهر وفاطمة عليها السلام وتابعه في ذلك المولى صالح المازندراني المتوفى سنة 86 وألف للهجرة حيث إنه في شرحه للكتاب لم يتعقبه بنظر مخالف مما يفيد موافقته إياه ومنهم الشيخ المفيد المتوفى سنة 413 للهجرة والشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة والسيد المرتضى المتوفى سنة 436 للهجرة كما سبق ومنهم العلامة الطبرسي المتوفى سنة 548 للهجرة فقد قال في كتابه تاج المواليد أولاده وأزواجه كان لرسول الله عليه التحية والسلام سبعة أولاد ستة من خديجة ابنان وأربع بنات القاسم وعبد الله وهو الطاهر والطيب وفاطمة صلوات الله عليها وزينب وأم كلثوم ورقية وولد له إبراهيم من مارية القبطية وقد نقل العلامة المجلسي المتوفى سنة 1111 للهجرة في البحار اختيار ابن شهراشوب كما يلي مناقب ابن شهراشوب أولاده ولد من خديجة القاسم وعبد الله وهم الطاهر والطيب وأربع بنات زينب ورقية وأم كلثوم وهي آمنة وفاطمة وهي أم أبيها ولم يكن له ولد من غيرها إلا إبراهيم من مارية ومن المعاصرين ننقل كلام عدد ممن صرحوا بهذا المعنى فمنهم آية الله السيد محسن الأمين العاملي في ترجمة أم كلثوم بنت رسول الله أمها خديجة بنت خويلد وقال في مجمع البحرين كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خديجة أربع بنات كلهن أدركنا الإسلام وهاجرن وهن زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم وقال الطبرسي في إعلام الورى وغيره أن أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها عثمان بعد أختها رقية وتوفيت عنده ومثله عن ربيع الشيعة لابن طاوس ومنهم العلامة السيد هاشم معروف الحسني كما نقل عنه ذلك الحاج حسين الشاكري في كتابه أم المؤمنين الطاهرة ذاكرا إياه بعنوان أنه انفرد السيد هاشم معروف الحسني بأن أم المؤمنين خديجة أنجبت له صلى الله عليه وآله وسلم ستة أولاد ما بين ذكور وإناث وهم القاسم وبه يكنى وزينب ورقية وأم كلثوم وعبد الله وفاطمة ومنهم آية الله السيد محمد الشيرازي رحمه الله في كتابه أمهات المعصومين حيث قال إن أولاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلهم من السيدة خديجة إلا إبراهيم أما إبراهيم فهو من السيدة مارية القبطية فقد ولد بالمدينة وعاش سنة وعشرة أشهر وثمانية أيام ومات بالمدينة ودفن في البقيع فأنجبت السيدة خديجة من الأولاد القاسم والطيب وقد مات بمكة صغيرين وأنجبت من البنات زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة ومنهم آية الله الشيخ جعفر السبحاني في كتابه سيد المرسلين حيث قال وقد أنجبت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستة من الأولاد اثنين من الذكور أكبرهم القاسم ثم عبد الله الذان كان يدعيان بالطاهر والطيب وأربعة من الإناث كتب ابن هشام يقول في هذا الصدد أكبر بناته رقية ثم زينب ثم أم كلثوم ثم فاطمة فأما الذكور من أولاده صلى الله عليه وآله وسلم فماتوا قبل البعثة وأما بناته فكلهن أدركنا الإسلام ومنهم العلامة الشيخ محمد هادي اليوسفي فقد ذكر في سياق الحديث عن الهجرة قوله أما علي عليه السلام فإنما حمل معه أمه فاطمة بنت أسد ومعها من بنات الرسول فاطمة وأما سائر بناته فزينب مع زوجها أبي العاص بن الربيع ورقية مع زوجها عثمان في هجرة الحبشة وأما أم كلثوم فقد مر أن عكرمة قد طلقها ولم يذكر أنها هاجرت إلى الحبشة ولم يذكر أن علي عليه السلام حملها مع أختها فاطمة إلى المدينة ولكن قالوا إن رسول الله بعث أبا رافع القبطي وزيد بن حارثة الكلبي من المدينة إلى مكة فحمل إليه زوجته سودة بنت زمعة وسائر بناته بل هي أم كلثوم فقط ويطول الأمر لو أريد تتبع كل الأقوال وقد ذكر العلامة الشيخ عبداللطيف البغدادي رحمه الله طريقا آخر فيما يمكن أن يكون أدلة للمشهور بما خلاصته ما يلي إنه يدل على كون تلكم النساء بنات النبي ولسنا ربائب أولا القرآن الكريم في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك فقوله وبناتك يدل على تعدد البنات لا أنها واحدة وهذا ليس من باب نسائنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم فقد استعمل الجمع وأريد منه المفرد إجماعا فإن المقام هنا مقام التعظيم دون ذلك المقام ويؤيده قول أمير المؤمنين عليه السلام وأنا زوج البتول سيدة نساء العالمين فاطمة التقية النقية المبرة المهذبة حبيبة حبيب الله وخير بناته وسلالته فإن تعبيره بخير بناته يقتضي التعدد ثانيا السنة الشريفة تدل على المطلوب حيث نقل في هذا المجال روايتي الصدوق في الخصال والحديث المشهور بين الفريقين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بخير الناس خالا وخالة هذا الحسين بن علي خير الناس خالا وخير الناس خالة خاله القاسم بن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخالته زينب بنت محمد وفي نص آخر وخالاتهما زينب وروقية وأم كلثوم بنات رسول الله ونقل أيضا ما هو معروف من وصية الزهراء فاطمة للإمام علي عليه السلام أن تتزوج بعدي بابنة أختي أمامة فإنها تكون لولدي مثلي فإن الرجال لابد لهم من النساء فإنها نسبتها إلى أختها ثالثا نقل الإجماع على أنهن بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد قال الإجماع وقد نص عليه بن عبد البر المالكي في الاستيعاب الجزء الرابع الصفحة 272 قال ما نصه وأجمعوا أنها أي خديجة ولدت له صلى الله عليه وآله وسلم أربع بنات كلهن أدركنا الإسلام وهاجرن وهن زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم وأجمعوا أنها ولدت ابن يسمى القاسم وبه كان يكن ثم نقل عددا من كلمات العلماء تفيد هذا المعنى واستشهد بجواب الحسين بن روح السفير الثالث للإمام الحجة عجل الله فرجه وبتوجيه الشريف المرتضى في أفضلية الزهراء على باقي بنات رسول الله صلى الله عليه وآله ونضيف إلى ما سبق حيث هذا الرأي هو مختارنا ما يلي أولا إن المرجع في مثل هذه المسألة هم النسابة حيث يشكلون في تلك الأزمنة ما تشكله اليوم دوائر الأحوال الشخصية والإحصاء السكاني وهؤلاء أعني النسابة قد نصوا على بنات النبي وأسمائهم قبل أن تبدأ النقاشات العقدية ثانيا إن الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها ما هو صريح في ذكر البنات ومنها ما هو بالملازمة فمن الأول ما نقله عنه المحدثون في الحديث ألا أدلكم على خير الناس أبا وأما وجدا وجدة وخالا وخالا إلى أن يقول وخالته ما زينب بنت رسول الله ومثله ما نقل في مصادر الإمامية خصوصا مثل هذا الحديث الذي ينقل فيه ما جرى بين عائشة زوجة النبي وفاطمة عليها السلام وأن رسول الله غضب ثم قال ما هي حميراء فإن الله تبارك وتعالى بارك في الولود الودود وإن خديجة رحمها الله ولدت مني طاهرا وهو عبد الله وهو المطهر وولدت مني القاسم وفاطمة ورقية وأم كلثوم وزينب أدلة القول الثاني بكونهن ربائب النبي وأما الرأي الثاني القائل بأنه لم يكن لرسول الله من البنات غير فاطمة الزهراء عليها السلام وأما البقية أم كلثوم ورقية وزينب فهن ربائب للنبي ولسن بنات وكن في حجر السيدة خديجة ولم يكن بناتها أيضا حيث إنها لم تتزوج أحدا قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي يظهر أن أول من شيد هذا القول واستدل عليه وصرح به هو أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي في كتابه الاستغاثة حيث إنه رد على القول بتزويج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنتيه من عثمان بن عفان حيث إن بعض متكلمي أهل السنة يعتبرون ذلك ميزة له وفضيلة تنافس فضيلة الإمام علي عليه السلام في تزويجه فاطمة الزهراء عليها السلام فقد رد أصل الفكرة وذلك بتشكيل مقدمات خلاصتها ما يلي المقدمة الأولى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان قد زوج ابنتيه من أبي العاص بن الربيع وعتبة بن أبي لهب لا يخلو إما أنه كان على دين قومه في الجاهلية أو كان مخالفا لهم فإن قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان على دين الجاهلية كفر بالله ورسوله لأن الله تعالى يقول في الإمامة حين قال في قصة إبراهيم عليه السلام قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين ومن كان كافرا كان أكبر الظالمين لقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم ومن كان كذلك كان عابدا للأصنام ومن كان عابدا للأصنام كان محالا أن يتخذه الله عز ذكره نبيا أو إماما بحكم هذا الوجه ولما فسد ذلك ثبت أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان في زمن الجاهلية على دين يرتضيه الله منه غير دين الجاهلية المقدمة الثانية ولما وجب ما وصفناه وثبت حجته كان محالا أن يزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنتيه من كافرين من غير ضرورة دعت إلى ذلك وهو مخالف لهم في دينهم عارف بكفرهم وإلحادهم النتيجة ولما فسد هذا بطل أن تكون ابنتيه وصح لنا فيهما ما رواه مشايخنا من أهل العلم عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام وذلك أن الرواية صحت عندنا عنهم أنه كانت لخديجة بنت خويلد من أمها أخت يقال لها هالة قد تزوجها رجل من بني مخزوم فولدت بنتا اسمها هالة ثم خلف عليها من بعد أبي هالة رجل من بني تميم يقال له أبو هند فأولدها ابنا كان يسمى هند ابن أبي هند وبنتين فكانت هاتان البنتان منسوبتين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينب ورقية من امرأة أخرى قد ماتت وكان من سنة العرب في الجاهلية أن من يربي يتيما ينسب ذلك اليتيم إليه وإذا كانت كذلك فلم يستحل لمن يربيها تزويجها لأنها كانت عندهم بزعمهم بنت المربي لها فلما ربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخديجة هاتين الطفلتين الإبنتين ابنتي أبي هند زوج أخت خديجة نسبتا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخديجة إن رقية وزينب زوجتي عثمان لم يكون ابنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا ولد خديجة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما دخلت الشبهة على العوام فيهما لقلة معرفتهم بالأنساب وفهمهم بالأسباب ومن بعده يبدو أن هذا الرأي لم يأخذ مجالا واسعا في النقاش التاريخي وإنما اقتصر في الغالب على كونه احتمالا في النقاشات العقدية والخلافية التي تعنى بقضايا الفضائل والمناقب غير أنه قد أكد عليه في الفترات الأخيرة وقام العلامة السيد جعفر مرتضى العامل بتأليف كتاب خاص في هذا المجال سماه بنات النبي أم ربائبه ويمكن لنا أن نشير إلى بعض أدلته في هذا المختصر فإنه في البداية نقل كلام الشيخ المفيد الذي ذكر كونهن بنات النبي وناقشه ضمن مقدمات عن احترام منزلة المفيد العلمية لكن لا يعني ذلك أنه لا يشتبه ولا يخطئ ثم نقل أقوالا عن طائفة من المؤرخين بأن بنات النبي قد ولدن في الإسلام ورتب على ذلك أنه كيف يجتمع هذا مع زواجهن من ابن أبي لهب فلما جاء الإسلام طلقهما فتزوجت رقية من عثمان كذلك نقل عن الجرجاني وغيره بأن رقية كانت صغرى بنات النبي وأنها وأم كلثوم أصغر من فاطمة فإذا كانت فاطمة ولدت بعد البعثة بخمس سنوات وولدت أخواتها بعدها فكيف يكن قد تزوجن في الجاهلية بابن أبي لهب ثم بعثمان ثم نقل عن بعضهم ما قيل في تاريخ زواج النبي بخديجة واختار أنه تزوجها قبل البعثة بثلاث سنين فإذا كان كذلك فكيف يجتمع هذا بأنها أنجبت رقية وأم كلثوم وأنهما تزوجت في الجاهلية وكذلك فقد قال بأننا لا نجد في هجرة الفواطم مع علي عليه السلام ذكرا لأم كلثوم فأين كانت ثم اعطف الكلام على زينب زوجة أبي العاص بن الربيع ونقل من سيرة مغلطاي أن خديجة قد ولدت لزوجها الأول النباش بن زرارة هند والحرث وزينب وقرر أن ذلك اعتراف بكونها ربيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه يلتزم بعدم زواج خديجة قبل النبي بأحد كما أشار إلى ذلك وأخيرا نقل كلام أبي القاسم الكوفي في الاستغاثة وعطف في بحثه أخيرا على تحقيق موضوع زواج خديجة وأنها لم تتزوج أحدا قبل النبي وهو موضوع لا يرتبط ببحثنا هنا ونقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فصل آخر قوله لعلي عليه السلام يا علي أوتيت ثلاثا لم يؤتهن أحد ولا أنا أوتيت صهرا مثلي ولم أوت أنا مثلي ورتب على ذلك أنه لو كان عثمان أو العاص بن أبي ربيع أصهارا للنبي لما كانت تلك ميزة لعلي عليه السلام كما نقل كلاما لعبد الله بن عمر في جوابه لبعض الخوارج الذين سألوه عن عثمان فقال أما عثمان فكان الله عفى عنه وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وختنه وأشار بيده فقال هذا بيته حيث ترون فلو كان عثمان صهر النبي لأشار إلى ذلك ووصل إلى نتيجة في الأخير وهي إذا كنا نريد أن نكون أكثر دقة في حكمنا على الروايات التاريخية فإننا لا بد أن نفترض على تقدير التسليم بولادة بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خديجة أنهن قد متن وهن صغار ولم يتزوجن من أحد فإن كان عثمان قد تزوج بمن اسمها رقية وبعد موتها تزوج بمن اسمها أم كلثوم فلا بد أن يكون لسن بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن تشابهت الأسماء الرأي المختار أقول بعد هذا التطواف على اختصاره في نقل أدلة الطرفين يبدو للناظر أن ما أفاده المشهور من الرأي هو الأحرى بالقبول وأننا وفاقا لما قاله الكليني ورواه الصدوق والتزمه المفيد والطبرسي وابن شهراشوب والمجلسي والمازندراني من المتقدمين والأمين العاملي وهاشم معروف الحسني والشرازي والسبحاني من المتأخرين نعتقد بأنهن كن بنات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم ينبغي أن تسجل هنا نقطة وهي أنه ليس من الصحيح توظيف هذا الزواج في الموضوع العقدي بحيث يكون بمجرده مفيدا فضيلة ومنقبة للزوج وذلك أننا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير موضوع الزهراء لو جاء إليه أي مسلم من المسلمين خاطبا لزوجه باعتبار أن المسلم كفو المسلمة وأنه لا يمكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء ليطبق هذه الأحكام على الناس ألا يطبقها على نفسه غير أن موضوع الزهراء مختلف جدا فتزويجها جاء من السماء وبشخص خاص وكان من المقرر أن يكون امتداد النبي ذرية ورسالة في هذه الأسرة ونفس شخصية فاطمة كانت غير باقي أخواتها ولهذا فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلهج بذكرها ويعرف الناس منزلتها ولم يصنع ذلك بباقي البنات ولا الأولاد فإنه أمين الله الذي لا ينطق عن العاطفة ولا تحركه في هذا الجانب مجرد مشاعر الأبوة وإنما هو إلا وحي يوحى فلم يوحى إليه في باقي البنات شيء استثنائي ولا الأولاد بينما كان ذلك بالنسبة لفاطمة الزهراء عليها السلام يبدو أن الذي جعل صاحب الاستغاثة يطرح فكرته تلك وهي إنكار بنوة هذه البنات هو دخول المسألة على خط صناعة الفضائل وهذا ما أشار إليه العلامة العاملي أيضا في نهاية بحثه حيث رأى أن هناك محاولة لتجريد أمير المؤمنين من فضيلة الصهر ومنقبته وصناعة ذلك لغيره فإذا كان لعلي نور فغيره ذو نورين وهذا الكلام يمكن أن يكون صحيحا ولكن المناسب هنا أن لا يتم إنكار واقعة تاريخية لأجل أن الغير قد استفاد منها استفادة غير صحيحة وإنما الصحيح هو أن يقال مثل ما فعل الشيخ المفيد أن مجرد مصاهرة النبي في غير فاطمة لا يوجب منقبة وفضيلة استثنائية تماما فلم يكن هناك اختيار من الله تعالى بل ولا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما هو ضمن القواعد العامة في النكاح حيث لا يشترط فيه سوى ظاهر الإسلام وربما يقال إن رأي المشهور يعني إثبات فضيلة ومنقبة للخليفة الثالث فلماذا لإصرار عليه ونقول إن الربط بين الأمرين غير صحيح كما تقدم ثم إن الموضوع التاريخي لا ينبغي في تحقيقه أن ينطلق من منطلق عقدي وفكري لإثباته أو نفيه وإنما من الوقائع التاريخية وأيضا يمكن أن يقال إن نفي بنوة بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا محذور ينبغي الاجتناب عنه خديجة في الروايات فضل نساء أهل الأرض يمكن معرفة فضل نساء أهل الأرض من خلال معرفة فضل النساء في الجنة وذلك أن من يكون الأفضل في الجنة حيث ليس فيها محابات ولا تقديم خاطئ فإنه الأفضل في هذه الدنيا بلا ريب ولعل ما جاء في أحاديث رسول الله من تحديد أناس في الجنة مثل قوله في خديجة وفاطمة ومريم وآسية أو كون الحسنين سيدي شباب أهل الجنة وما شابه ذلك فيه إشارة إلى تقدم هؤلاء الأشخاص في هذه الدنيا وهنا ينبغي الإشارة إلى أن هذه الأحاديث ليس المقصود منها كيل المدح والثناء المجرد للتباهي والفخر وإنما لكي يوجه من يسمع هذه الأحاديث أو يراها إلى انتهاج منهجهم سواء كانوا على قيد الحياة ومعهم في الزمان أو سيأتون بعدهم حتى يميز الفئة الأفضل منهجا والأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طريقة من غيرها وضمن هذا الاتجاه فقد وردت روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن السيدة الصديقة خديجة بنت خويلد منها ما روي عن ابن عباس أنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأرض أربعة خطوط ثم قال أتدرون ما هذا قالوا الله ورسوله أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون وفي الحديث أن جبرائيل قد قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج حاجتي أن تقرأ على خديجة من الله ومن السلام زوجة النبي الأولى في الجنة ليس معلوما أن كل نساء النبي في الدنيا هن نساءه في الجنة وذلك لأن معادلة الزواج في الدنيا تختلف عن معادلتها في الجنة لا ريب ففي الدنيا لا يعد الأمر عن كفاءة الإسلام فالمسلم كفو المسلمة غير أن الأمر يختلف في الجنة لكي تضاف إلى ذلك وجود مرتبة من الفضل تكون فيها المرأة مؤهلة بحسب تلك المرتبة للزواج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أشرنا في صفحات سابقة إلى ما نقل عن عمار بن ياسر في هذا الشأن وقلنا بأنه لو تم من حيث السند فإنه لا يكون حجة إذ إن عمارا لم ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى المعصوم بل الحديث الموجود يشير إلى أن زوجات النبي بعد خديجة هن آسية ومريم وكلثم وكأن ما هو موجود في الحديث يشير إلى أن الأصل هي خديجة فقد روى الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقه فقال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خديجة عليها السلام وهي لما بها أي اشتد بها المرض وهي تحتضر فقال لها بالرغم منا ما نرى بك يا خديجة فإذا قدمت على ضرائرك فأقرئيهن السلام فقالت من هن يا رسول الله فقال مريم بنت عمران وكلثم أخت موسى عليه السلام وآسية إمرأة فرعون فقالت بالرفاء يا رسول الله ويلاحظ هنا مقدار السمو الأخلاقي لدى السيدة الطاهرة خديجة في تمنيها السعادة والألفة للرسول مع باقي النساء مع أن هذا على خلاف الحالة العادية بين المرأة وشريكاتها ضرائرها فقد وجدنا بعض نسائه صلى الله عليه وآله وسلم يغرن إلى حد تآمر بعضهن على بعض وكسر بعضهن آنية البعض كما يلاحظ مقدار المحبة والحنان الذي يمتلكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجاه هذه السيدة حيث يتألم بعمق قائلا بالرغم منا ما نرى بك يا خديجة خديجة للنبي بيتي بيتك وأنا جاريتك ولما اختارت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجا كانت المبادرة في ذلك وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيتها معه أعمامه خاطبين خديجة وخطب أبو طالب خطبته المعروفة وتم ما جاءوا من أجله قام صلى الله عليه وآله وسلم فلما أراد أن يذهب مع أبي طالب قالت خديجة إلى بيتك فبيتي بيتك وأنا جاريتك ثالث الموحدين على وجه الأرض عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت السيدة خديجة أول نساء النبي وأعظمهن مرتبة وقدرا وشرفا وأول نسائه في الجنة وثانية النساء الفضليات في الجنة مقاما فهي ثالثة الموحدين على وجه الأرض بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي بن أبي طالب بل كانت معهما وليس هناك أحد يعبد الله غيرهم على الطريقة الصحيحة فقد روى يحيى بن عفيف عن أبيه قال كنت جالسا مع العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه بمكة قبل أن يظهر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء شاب فنظر إلى السماء حيث تحلقت الشمس ثم استقبل الكعبة فقام يصلي ثم جاء غلام فقام عن يمينه ثم جاءت امرأة فقامت خلفهما فركع الشاب فركع الغلام والمرأة ثم رفع الشاب فرفعا ثم سجد الشاب فسجدا فقلت يا عباس أمر عظيم فقال العباس أمر عظيم أتدري من هذا الشاب هذا محمد بن عبد الله ابن أخي أتدري من هذا الغلام إنه علي بن أبي طالب ابن أخي أتدري من هذه المرأة هذه خديجة بنت خويلد إن ابن أخي هذا حدثني أن ربه رب السماوات والأرض أمره بهذا الدين الذي هو عليه ولا والله ما على ظهر الأرض على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة وقد نقل الحادثة أكثر أرباب الجوامع الحديثية والعلماء في كتبهم مع شيء من التفصيل أو الإجمال فقد نقل الشريف المرتضى الحادثة هكذا عن عفيف قال إن أول شيء علمته من أمر رسول الله أننا قد قدمنا مكة فأرشدونا إلى العباس بن عبد المطلب فانتهينا إليه وهو جالس إلى زمزم فبينا نحن جلوس إذ أقبل رجل من باب الصفة عليه ثوبان أبيضان على يمينه غلام مراهق أو محتلم تتبعه امرأة قد سترت محاسنها حتى قصدوا الحجر فاستلمه الغلام والمرأة معه ثم طاف بالبيت سبعا والغلام والمرأة يطوفان معه ثم استقبل الكعبة وقام فرفع يديه وكبر وقام الغلام على يمينه وكبر وقامت المرأة خلفهما فرفعت يديها وكبرت فأطال الرجل القنوت ثم ركع فركع الغلام والمرأة معه ثم رفع رأسه فأطال القنوت ثم سجد وهما يصنعان ما يصنع فلما رأينا شيئا ننكره ولا نعرفه بمكة أقبلنا على العباس فقلنا يا أبا الفضل إن هذا الدين ما كنا نعرفه فقال أجل والله ما تعرفون هذا قلنا ما تعرفه قال هذا ابن أخي محمد بن عبد الله وهذا علي بن أبي طالب وهذه المرأة خديجة بنت خويلد والله ما على وجه الأرض أحد يعبد الله بهذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة تهجرها نساء قريش وتحضرها نساء الجنة عن المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام كيف كانت ولادة فاطمة عليها السلام قال نعم إن خديجة رضوان الله عليها لما تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هجرتها نسوة مكة فكنا لا يدخلن عليها ولا يسلمن عليها ولا يتركن امرأة تدخل عليها فاستوحشت خديجة من ذلك فلما حملت بفاطمة وكانت خديجة تغتم وتحزن إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكانت فاطمة تحدثها من بطنها وتصبرها وكان حزن خديجة وحذرها على رسول الله وكانت خديجة تكتم ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل يوما فسمع خديجة تحدث فاطمة فقال لها يا خديجة من يحدثك قالت الجنين الذي في بطن يحدثني ويؤنسني فقال لها يا خديجة هذا جبرائيل يبشرني بأنها أنثى وأنها النسمة الطاهرة الميمونة وأن الله تعالى سيجعل نسلي منها وسيجعل من نسلها أئمة في الأمة ويجعلهم خلفاء في أرضه بعد انقضاء وحيه فلم تزل خديجة على ذلك إلى أن حضرت ولادتها فوجهت إلى نساء قريش وبني هاشم ليلينا منها مات للنساء من النساء فأرسلنا إليها بأنك عصيتنا ولم تقبل قولنا وتزوجت محمدا يتيم أبي طالب فقيرا لا مال له فلسنا نجيئك ولا نلي من أمرك شيئا فاغتمت خديجة لذلك فبينا هي كذلك إذ دخل عليها أربع نسوة سمر طوال كأنهن من نساء بني هاشم ففزعت منهن لما رأتهن فقالت إحداهن لا تحزني يا خديجة أرسلنا ربك إليك ونحن أخواتك أنا سارة وهذه آسية بنت مزاحم وهي رفيقتك في الجنة وهذه مريم بنت عمران وهذه كلثم أخت موسى بن عمران بعثنا الله إليك لنلي منك ما تل النساء فجلست واحدة عن يمينها وأخرى عن يسارها والثالثة بين يديها والرابعة خلفها فوضعت فاطمة طاهرة مطهرة أبو طالب عم النبي ووالد الوصي مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم هذه مقالات ثلاث حول أبي طالب بين الأولى التي نشرت في كتاب رجال حول أهل البيت عليهم السلام وبين الثانية والثالثة والتين لم تنشر حتى الآن ما يقرب من ثمانية وعشرين سنة ولا يزال نفس الهم والهاجس ولا يزال نفس الخط الذي كان لقرون يبث في الناس فكرة كفر أبي طالب عليه السلام يجهد من أجل إقناع الأمة بباطله مع أنه بحسب الظاهر لا ينفعهم إثبات كفره شيئا وبنفس المقدار الذي يجهد أولئك فيه أنفسهم في ذلك الاتجاه يسعى شيعة علي بن أبي طالب بل ومحبوه من غير شيعة أهل البيت لبيان مواضع العظمة والتأسي والاقتداء في حياة بطل الصحابة وشيخهم وحام الدعوة والسابق إلى تصديق الرسول أبو الوصي وعم النبي ونسأل الله أن يعطي كلا على جهده وأن يحشره مع من يحب فهذه دعوة إنصاف إننا في نفس الوقت الذي نسأل الله لنا أن نحشر بجوار علي وأبيه أبي طالب نسأل الله لأولئك أن يحشروا في صف أعداء أبي طالب وابنه هذه المقالات أقدمها مقرونة بمقالات كتبت عن الصديقة الكاملة خديجة بنت خويلد جمعهما كون هاتين الشخصيتين شكلتا معا حصن لإسلام الحام في أول تشكله وبنائه وأوان ضعفه فإنه إذا كان لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وإن كان وكلا وعد الله الحسن والله بما تعملون خبير هذه الميزة الزمنية جعلت المنفقين والمقاتلين قبل الفتح أفضل وأعظم درجة مع أن الدين في ذلك الوقت قبل الفتح بأي معنى من المعاني التي قيلت فيه كان قد قام على سوقه وبنى له دولة وجمع المسلمين فيها وانتصر على المجتمعات المحلية القريبة من قريش واليهود وأصبح مهابا ومرهوب الجانب ومع ذلك فهو بالقياس إلى ما بعد الفتح كان أضعف فكيف إذا كانت المرحلة الزمنية هي التي عاش فيها هذان المؤمنان والركنان العظيمان للدين هي بداية البعثة وشهد السنوات العشر الأولى التي كان فيها الإسلام ضعيفا والمسلمين مطاردين والرسول المصطفى والرسول المصطفى محل أذى المشركين هنا يكون الإنفاق بأضعافه المضاعفة وتكون الكلمة المناصرة سيفا ماضيا والاحتضان والدفاع معركة فاصلة وهذا ما قام به أبو طالب بن عبد المطلب وخديجة بنت خويلد عليهما السلام مع ملاحظة هذه الظروف من جهة وملاحظة جهود أبي طالب نرى التوصيف الذي قدمه أهل البيت عليهم السلام عن أبي طالب بأنه مثل أهل الكهف أوتي أجره مرتين أو أنه لو شفع في كل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله فيهم أو أن نور أبي طالب يوم القيامة يطفئ أنوار الخلق إلا خمسة أنوار نجد هذا التوصيف هو الطبيعي وأنه لا محل فيه لأي مبالغة أو تزيد إن كأس الماء الذي يعطى لمن يكاد يموت عطشاً قد لا يكتفي في كميته عن الكأس الذي يشربه الشخص المرتوي ولكن قيمته الحقيقية تعني في الأول إنقاذ حياة إنسان بينما في الثاني هو تبرد ربما أنفق مسلم ما بعد الفتح أو ما بعد الهجرة إلى المدينة كما أنفقت خديجة من الناحية الكمية والعددية لكن المرحلة الزمنية مختلفة تماماً وهذا ما لعلنا نستفيده مما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تركيزه على كلمة حين أنفقت وأعطت فقال آمنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها حين منعني الناس وقد مر حديث في شأن خديجة حول هذا ودور أبي طالب هو هكذا فهو مرتبط بزمان كان زمان ضعف الدين وبداية التأسيس فلقد قال كثير من الشعراء قصائد تعبر عن الحماسة والشجاعة بعد كل انتصار يحرزه المسلمون ولكن أي منها لم تكن في حين استثنائي فلم تكن تساوي ربما بيتاً واحداً من قصيدة قالها كالبيت الذي قاله كذبتم وبيت الله يبزى محمد ولما نطاعن دونه ونناضل وبين يديكم أخي القارئ وأخت القارئة هذه المقالات هي لا تفي بعشر معشار حق أبي طالب فضلاً عن حق ابنه أمير المؤمنين وسائر أبنائه فهو أبو الأئمة المعصومين عليهم السلام جميعاً لكنها جهد المقل وعطاء الضعيف ومصداق قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم أسأل الله سبحانه أن يحشرنا معه ومع أبنائه فوز بن المرحوم محمد تقي آل سيف تاروت القطيف الثالث عشر من جماد الأول ألف واربعمائة واثنان وأربعون عمران بن عبد المطلب العمر خمسة وثمانون سنة توفي بعد عشر سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر الشتاء دون أن ترسل السماء قطرة من غيثها وأجدبت الأرض فلا واحة إلا وأكل الجفاف رونقها وبهاءها وهامت الدواب تبحث عن مرعى دون جدوى وتوقع القرشيون الهلاك فإن انتهى الشتاء على هذه الحال فلا ضرع ولا زرع وجاءوا إلى شيخ الأبطح يا أبا طالب أقحط الوادي وأجدب العيال فهلما واستسقي كان من عادة قريش إذا أقحطوا توسلوا ببني هاشم وخرج هذه المرة أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس تجلت عنه سحابة قتماء وحوله أغليمه فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة ولاذ بإصبع الغلام وما في السماء قزعه أي قطعة سحاب فأقبل السحاب من هاهنا وهاهنا وأغدق واغدودق وانفجر له الوادي وأخصب البادي والنادي كان ذلك للمرة الثانية في عرض أبي طالب لهذا الغلام ذي الشأن الكبير وكان أبو طالب الذي سمع من أبيه عبد المطلب أنه سيولد من نسله نبي من أنبياء الله العظام وأوصى بنيه بنصره يعلم أن هذا الغلام ابن عبد الله أخيه هو النبي المنتظر ولكنه كان يريد تعريف قريش به من خلال كراماته ومناقبه ها هو الركب المغادر إلى الشام للتجارة في رحلته السنوية على وشك الانطلاق وفيه أبو طالب ومحمد ابن أخيه آخذ بزمام ناقته يطلب منه أن يرافقه يا عم إلى من تكلني لا أب لي ولا أم لي فرق له أبو طالب وقال والله لأخرجن به معي ولا يفارقني ولا أفارقه أبدا فخرج به معه فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام وبها راهب يقال له بحير في صومعة له وكان أعلم أهل النصرانية ولم يزل في تلك الصومعة أراهب إليه يصير علمهم من كتاب فيهم كما يزعمونه يتوارثونه كائنا عن كائن فلما نزلوا ذلك العام ببحيرة وكانوا كثيرا ما يمرون عليه قبل ذلك فلا يكلمهم ولا يتعرض لهم حتى إذا كان ذلك العام نزلوا به قريبا من صومعته فصنع لهم طعاما كثيرا وذلك فيما يزعمون عن شيء رآه وهو في صومعته من الركب حين أقبلوا وغمامة تظله صلى الله عليه وآله وسلم من بين القوم ثم أقبلوا حتى نزلوا بظل شجرة قريبا منه فنظر إلى الغمامة حتى أظلت الشجرة وتهرصت يعني تهدلت أغصانها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى استظل تحتها فلما رأى بحيرة ذلك نزل من صومعته وقد أمر أن يصنع لهم ذلك الطعام فصنع ثم أرسل إليهم فقال إني قد صنعت لكم طعاما يا معشر قريش وأنا أحب أن تحضروا كلكم صغيركم وكبيركم وحركم وعبدكم فقال له رجل منهم يا بحيرة إن لك اليوم لشأن ما كنت تصنع هذا فيما مضى وقد كنا نمر بك كثيرا فما شأنك اليوم قال بحيرة صدقت قد كان ما تقولون ولكنكم ضيوف فأحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما تأكلون منه كلكم فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بين القوم لحداثة سنه في رحال القوم تحت الشجرة فلما نظر بحيرة في القوم لم يرى الصفة التي يعرفها وهي موجودة عنده فقال يا معشر قريش لا يتخلف أحد منكم عن طعام هذا فقالوا ما تخلف عنك أحد ينبغي أن يأتيك إلا غلام هو حدث القوم سنًا تخلف في رحالهم قال لا تفعلوا ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم فقال رجل من قريش واللات والعزة إن لهذا اليوم نبأ أليق أن يتخلف ابن عبد الله عن الطعام من بيننا ثم قام إليه فاحتضنه ثم أقبل به حتى أجلسه مع القوم فلما رآه بحيرة جعل يلحظه لحظا شديدا وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنده في صفته حتى إذا فرغ القوم من الطعام وتفرقوا قام بحيرة فقال له يا غلام أسألك باللات والعزة إلا أخبرتني مما أسألك عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسألني باللات والعزة شيئا قط قال بحيرة فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه قال له صلى الله عليه وآله وسلم سلني عما بدى لك فجعل يسأله عن أشياء من نومه وهيئته وأموره ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخبره فيوافق ذلك ما عند بحيرة من صفته ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته التي هي عنده كل ذلك وأبو طالب يراقب الموقف حيث أنشأ يقول إن ابن آمنة النبي محمد عندي يفوق منازل الأولاد إلى آخر أبياته وينزل الأمين جبرايل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في غار حراء متوجا بذلك سلسلة إخبارات وأصوات كان يسمعها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سابقا ويبعث إلى الناس كافة لإخراجهم من عبادة العباد والأحجار إلى عبادة الله جل وعلا ويعرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ماذا تعني الدعوة الجديدة بالنسبة لقريش إنها تعني النسف الكامل لكل ما بنوه من مجد باطل وعبادة زائفة وتسلطوا على سائر القبائل مستفيدين من وجودهم قرب بيت الله الحرام ولذلك فقد كان بحاجة إلى قلب حان وذراع قوية يدفئه الأول وتحميه الثانية ويأتي إلى عمه العباس بن عبد المطلب إن الله قد أمرني بإظهار أمري وقد أنبأني فما عندك قال الرسول لعمه الذي أجابه يا ابن أخي إن قريشا أشد الناس حسدا لولد أبيك وإن كانت هذه الخصلة كانت الطامة الطماء والداهية العظيمة ورمينا عن قوس واحد وانتسفونا نسفا ولكن قرب إلى عمك أبي طالب فإنه كان أكبر أعمامك فإنه إن لا ينصرك لا يخذلك ولا يسلمك وهكذا لم يجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عمه العباس قدرة الحماية والتصدي للدفاع عن دعوته فاتجه صلى الله عليه وآله وسلم مع العباس إلى أبي طالب فلما رآهما قال إن لكما تظنة وخبرا ما جاء بكما في هذا الوقت فعرفه العباس ما جرى فنظر أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له أخرج يا ابن أبي فإنك الرفيع كعبا والمنيع حزبا والأعلى أبا والله لا يسلقك لسان إلا سلقته ألسن شداد واجتذبته سيوف حداد والله لتذلن لك العرب ذل البهم لحاضنها ولقد كان أبي يقرأ الكتاب جميعا ولقد قال إن من صلبي لنبيا لودت أني أدركت ذلك الزمان فآمنت به فمن أدركه من ولدي فليؤمن به ووجد أبو طالب ما كان يبحث عنه ذلك أنه وآباؤه وهم يدينون بالحنيفية الإبراهيمية كانوا يقرؤون الكتب ويتوارثون العلم عن النبي المنتظر الذي ستذل له العرب ويتواصون بالإيمان به والفداء في نصرته إن أدركوه وهكذا يمر جيل وآخر حتى كان هذا اللقاء وأكد لأبي طالب صحة ما قد توسمه في ابن أخيه ولكن إنه يقف أمام منعطف خطير وعليه أن يستخدم أقصى ما يملكه من ذكاء بحيث يخفي عقيدته وإيمانه لكي يستطيع أن يبقى في موقع شيخ الأبطح وسيد قريش ومن خلال ذلك يقوم بحماية الرسول والمؤمنين به دون أن يكون موقع التهمة ويحتاج من يمارس هذا الدور إلى نفس صلبة وعقيدة راسخة تماما كمؤمن آل فرعون وكأهل الكهف الذين أسروا الإيمان وأظهروا الشرك فآتاهم الله أجرهم وإن أبا طالب أسر الإيمان وأظهر الشرك فآتاه الله أجره مرتين كما قال الإمام الصادق عليه السلام ومارس أبو طالب هذا الدور بكل دقة وإتقان ولو كان قد أعلن إيمانه منذ البدء لم يكن يستطيع ذلك لقد ألقي عليه هذا القول الثقيل والمسؤولية الكبرى في حفظ صاحب الرسالة خصوصا وأن قريشا التي لم تشهد تحديا كهذا كانت قد عقدت العزم الأكيد على تصفية وجود النبي واغتياله وكما عقدت قريش عزمها على قتل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقد عقد أبو طالب ميثاقا مع الله أن يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاديا في ذلك نفسه وأولاده قائلا كذبتم وبيت الله يبزى محمد ولما نطاع ندونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائلي ألم تعلموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا نعبأ بقول الأباطل ولذلك كان أكثر ما يخاف البيات أي الإغتيال ليلا فكان إذا عرف مضجعه يقيمه بعد أن يذهب من الليل هزيع ويضجع ابنه علي عليه السلام مكانه فقال علي له ليلة يا أبتي إني مقتول فقال له أبو اصبرنا يا بني فالصبر أحجى كل حي مصيره لشعوبي قد بذلناك والبلاء شديد لفداء الحبيب وابن الحبيبي لفداء الأغرذ الحسب الثاقب والباع الكريم النجيبي إن تصبك المنون فالنبل تبرى فمصيب منها وغير مصيبي فأجابه علي عليه السلام أتأمرني بالصبر في نصر أحمد والله ما قلت الذي قلت جازعا ولكنني أحببت أن ترى نصرتي وتعلم أني لم أزل لك طائعة سأسعى لوجه الله في نصر أحمد نبي الهدى المحمود طفلا ويافعا ولم يكن يتوقع أن يبقى ذلك خفيا على قريش لذلك كان كل واحد منهم يفكر في رد الفعل المتوقع من أبي طالب لو وصل إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أذى وسوء فها هو أبو طالب لا يفتأ يذكر نصرته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذبه عنه ودعوة أبنائه للدفاع عنه وسائر الناس للإيمان به وهو وإن لم يشأ إظهار إيمانه لما تقدم إلا أنه لا يترك موقفا يبين لقريش قوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم به إلا وأظهر ولا أظهر من موقفه من زعماء قريش عندما تآمروا عليه قائلين وما خير من أن نغتال محمد فلما كان مساء تلك الليلة فقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجاء أبو طالب وعمومته إلى منزله فلم يجدوه فجمع فتيانا من بني هاشم وبني عبد المطلب ثم قال ليأخذ كل واحد منكم حديدة صارمة ثم ليتبعني إذا دخل المسجد فليجلس إلى عظيم من عظمائهم فيهم ابن الحنظلية يعني أبا جهل فإنه لم يغب عن شر إذا كان محمد قد قتل فقال الفتيان نفعل فجاء زيد بن حارثة فوجد أبا طالب على تلك الحالة فقال له يا زيد أحسست ابن أخي قال زيد نعم كنت معه آنفا فقال أبو طالب لا أدخل بيتي حتى أراه فخرج زيد سريعا حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيت عند الصفا ومعه أصحابه يتحدثون فأخبره الخبر فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي طالب فقال له يا ابن أخي أين كنت؟ أكنت في خير؟ فأجابه نعم فقال له أدخل بيتك فدخل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلما أصبح أبو طالب غدا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخذه بيده على أندية قريش ومعه الفتيان والمطلوبين فقال يا معشر قريش هل تدرون ما هممتم به؟ قالوا لا فأخبرهم الخبر وقال للفتيان اكشفوا عما في أيديكم فكشفوا فإذا كل رجل منهم معه حديدة صارمة فقال لهم لو قتلتموه ما أبقيت منكم أحدا حتى نتفانا نحن وأنتم فانكسر القوم وكان أشده منكسارا أبو جهل وبقدر ما أهبطت الذلة رؤوس زعماء قريش فقد مضى أبو طالب بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عزيز الجانب مرفوع الهامة وهو يقول اذهب بني فما عليك غضاضة اذهب وقر بذاك منك عيونا والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا ودعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت قبل أمينا وذكرت دينا لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حصن منيع من القتل وأنه لا يتم لهم ذلك ما دام أبو طالب موجود فتحولوا إلى طريق آخر وهو تصفية الشخصية والاغتيال الاجتماعي عبر زيادة وتيرة الاستهزاء والسخرية والإسقاط فكان طريقه صلى الله عليه وآله وسلم يمتلئ بالأشواك والحجارة وبيته المجاور لبيت أبي لهب مكانا كان هدفا للأوساخ ولم يكن وحده في ذلك بل تساعده في ذلك امرأته حمالة الحطب ولم يكن دور أبي طالب في هذا الصعيد أقل من سابقه وفي المسجد الحرام وحيث يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلس أبو جهل ومعه عدد من القرشيين فلما دخل النبي في الصلاة قال أبو جهل من يقوم إلى هذا الرجل فيفسد عليه صلاته فقام ابن الزبعر فأخذ فرثا ودما فلطخ به وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانفتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلاته ثم أتى عمه أبا طالب يا عم ألا ترى ما فعل بي من فعل بك هذا سأله عمه قال عبد الله بن الزبعر وانتهضت في أبي طالب حمية الدين الهاشمية وقام حاملا سيفه على عاتقه ومشى معه حتى أتى القوم فلما رأوه قد أقبل جعلوا ينهضون فقال لهم والله لئن قام رجل جللته بسيفي فقعدوا حتى دنى إليهم وقال للنبي يا بني من الفاعل بك هذا فقال عبد الله بن الزبعر فأخذ أبو طالب فرثا ودما فلطخ به وجوههم ولحاهم وثيابهم وأساء لهم القول ولك أن تتصور عزيز القارئ سادة قريش وقد رجع كل واحد منهم إلى منزله وقد تخضبت لحيته وتلطخت ثيابه من الدماء الفاسدة وإذ يؤمن حمزة أخوه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوى جانب الرسول فيسر ذلك أبا طالب ويمر على أخيه مشجعا إياه على الالتزام بدين الرسول وإظهار ذلك وإشهاره أمام الناس قائلا له فصبرا أبا يعلى على دين أحمد وكن مظهرا للدين وفقت صابرا وحط من أتى بالحق من عند ربه بصدق وعز لا تكن حمز كافرا فقد سرني إذ قلت إنك مؤمن فكن لرسول الله في الله ناصرا ونادي قريشا بالذي قد أتيته جاهرا وقل ما كان أحمد ساحرا وأطلقت قريش آخر سهم في كنانتها المساومة بعد أن فشلت المناوأة يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد أنهد فتى في قريش وأجملها فخذه فلك عقله ونصره واتخذه ولدا فهو لك وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خلافك دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفها أحلامهم فنقتله فإنما هو رجل برجل كان بريق النجاح يطل من عيون القادمين إلى أبي طالب وهي تلتقي فما هي إلا ساعة من نهار حتى يحتفلوا بنخب قتل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذ لم يكن يخالجهم أدنى شك في سرعة قبول أبي طالب جواب أبي طالب كان صفعة عنيفة لخيالاتهم وهدما لهيكل أمانيهم والله لبئس ما تسومونني أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه هذا والله ما لا يكون أبدا وكان نتيجة ذلك المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة فقد اجتمعت قريش على أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب ألا ينكحوا إليهم ولا يبيعوا منهم شيئا ولا يتبايعوا ولا يقبلوا منهم صلحا أبدا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول الله للقتل ويخلوا بينهم وبينه وهكذا غدا شيخ الأبطح سجين الشعب يشرب الماء الآسن ويأكل ورق الشجر تمر الأيام والحصار يشتد يوما بعد يوم والجوع يفتك بالصبية والصيف والعطش يجهد الكبار وما كان يرسله بعض القرشيين من المنصفين في جوف الليل من جمال محملة بالطعام لم يكن ليسد جوع الأفواه ولا يروي غليل عطشها وأبو طالب يتحمل ذلك كله في سبيل الدفاع عن دين الله وحياطة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يزداد في اللأواء إلا بصيرة في دينه كان يوم يقبل فيه الرسول على أبي طالب وليسر إليه من بين الجمع بكلمات فيبتسم أبو طالب يا ابن أخي أربك أخبرك بهذا؟ نعم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والثواقب ما كذبتني قط تهمس القرشيون وسكروا بخمرة وهم الانتصار فما الذي جاء بأبي طالب ومعه الهاشميون وقد بانت أثار الحصار على سمرة وجوههم وضعف أبدانهم وثيابهم أيضا بينما رق غيرهم لحال أبي طالب ذلك الذي كان أعز قريش وشيخ أبطحها أيصير به التزامه بابن أخيه إلى هذا الحد من الجهد والبلاء؟ نعم ها قد جاء أبو طالب إلى المسجد يا معشر قريش جرت بيننا وبينكم أمور لم تذكر في صحيفتكم فأتوا بها لعل أن يكون بيننا وبينكم صلح لقد قال ذلك خشية أن ينظروا فيها قبل أن يأتوا بها فتفشل المهمة وهكذا أتوا بها وهم لا يشكون أن أبا طالب يدفع إليه من نبي صلى الله عليه وآله وسلم ووضعوها بينهم وقالوا لأبي طالب قد آن لكم أن ترجعوا عما أحدثتم علينا وعلى أنفسكم فأجابهم أتيتكم في أمر هو نصف بيننا وبينكم أن ابن أخي أخبرني ولم يكذبني أن الله قد بعث على صحيفتكم دابة فلم تترك فيها إلا اسم الله فقط فإن كان كما يقول فأفيقوا عما أنتم عليه فوالله لا نسلمه حتى نموت من عند آخرنا وإن كان باطلا دفعناه إليكم فاقتلوه أو استحييتم فقالوا بأجمعهم رضينا وفتحت الصحيفة فإذا بها قد أكلتها الأرضة من أولها إلى آخرها باستثناء اسم الله سبحانه وتعالى وبهذا خرجوا من الحصار وبان لمن كان له قلب صدق نبوة الرسول وأرخ أبو طالب تلك الحادثة في قصيدته الدالية التي جاء فيها ألا إن خير الناس نفسا وولدا إذا عد سادات البرية أحمد نبي الإله والكريم بأصله وأخلاقه وهو الرشيد المؤيد وخرج الجمع من ذلك الحصار وكانت إرادة الله أن تختم حياة شيخ المؤمنين الحافلة بالفضائل بفضيلة من هذا النوع بعد أن بلغ به العمر أقصاه في خدمة النبي واتباعه والدفاع عنه وها هو أبو طالب مسجا على فراش الموت يلقي بعينيه لمن حوله من القرشيين موصيا بنصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستشرفا أبعاد المستقبل حيث سيسخر الله لنصرة ابن أخيه من ينهي سطورة قريش وينشر الدين لا في أرض العرب بل لكل الناس ويبين أن سبب عدم إظهاره إيمانه بعدما قبله قلبه إنما هو خوفه الشناءان والعداوة والتزامه التقية وإني أوصيكم بمحمد خيرا فإنه الأمين في قريش والصديق في العرب وهو الجامع لكل من أوصيتكم به وقد جاءنا بأمر قبله الجنان وأنكره اللسان مخافة الشناءان وأيم الله كأني أنظر إلى صعاليك العرب وأهل الأطراف والمستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته وصدقوا كلمته وعظموا أمره فخاض بهم غمرات الموت وصارت رؤساء قريش وصناديدها أذنابا ودورها خرابا وضعفاءها أربابا وإذا أعظمهم عليه أحوجهم إليه وأبعدهم منه أحظاهم عنده قد محضته العرب ودادها وأصفت له فؤادها وأعطته قيادها دونكم يا معشر قريش بن أبيكم كونوا له ولاة ولحزبه حماه والله لا يسلك أحد سبيله إلا رشد ولا يأخذ أحدكم بهديه إلا سعد ولو كان لنفسي مدة وفي أجل تأخير لكففت عنه الهزاهز ولا دفعت عنه الدواهي وأدار عينه في بني عبد المطلب وأوصاهم بطاعة الرسول واتباعه على الخصوص لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد وما اتبعتم أمره فاتبعوه وأعينوه ترشد وهكذا فكما كان حفظ محمد واتباعه رفيق حياة أبي طالب فقد كان ذكر محمد واسم محمد ودين محمد آخر لفظة من الدنيا وأطبقت عين مؤمن قريش ونزل الوحي على رسول الله لكي يهاجر تاركا مكة فلم يعد له بها ناصر بعد أبي طالب أبو طالب مؤمن قريش ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما فذاك بمكة آوى وحاما وهذا بيثرب جس الحماما فلله ذا فاتحا للهدى ولله ذا للمعالي ختاما وما ضر مجد أبي طالب جهول لغى أو بصير تعاما كما لا يضر إياب الصباح من ظن ضوء النهار ظلاما جاء في الخبر المعتبر في الكافي للكليني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف أسر الإيمان وأظهر الشرك فآتاهم الله أجرهم مرتين المعروف عند العرب أن ما بدأ بأب أو بأم فهو كنية وليس إسما ولكن قد تغلب الكنية الإسم وتكون هي المعروف لصاحبها بحيث لا يعرف إلا من جهة كنيته دون اسمه وهذا ما حصل بالنسبة لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هو اسمه الأصلي؟ هناك قولان فيه القول الأول عمران بن عبد المطلب هو اسم أبي طالب وقد ورد هذا في بعض الروايات القول الثاني اسمه عبد مناف وهذا لعله المشهور في الألسنة والكتب بل وما ورد في وصية أبيه عبد المطلب إليه وهو بالتبع يثير سؤالا أنه كيف يكون عبد المطلب موحدا بل في تلك الدرجة العالية من التوحيد والإيمان وفي نفس الوقت يسمي ابنه بعبد مناف بينما مناف هو اسم صنم من أصنام قريش وربما زاد البعض ولا سيما أصحاب التوجه السلفي المصر على عدم إيمان آباء النبي وأجداده في الطنبور نغمة ليقولوا هذا دليل على أن عبد المطلب لم يكن موحدا وقد ذكرت أجوبة كثيرة على ذلك منها أنه ليس من الثابت أن مناف اسم منحصر لصنم بل مناف في لغة العرب من ناف وينيف ونواف بمعنى الزيادة والنماء بل قيل إن الإسم يعني عبد الله لأن المناف هو المشرف والمطلع وهو الله سبحانه أو يكون من الأسماء الشائعة ويصير مثل عبد المطلب وعبد الحسين وأمثال ذلك ولا نحكم بالتأكيد أنه اسم صنم وعلى فرض أن بعض القبائل سمت صنمها بهذا الإسم فهذا لا يعني امتلاكهم هذا الإسم بحيث لا يستطيع أحد أن يستعمله غيرهم الجواب الثاني إن الإسم عبد مناف كان معروفا عند العرب قبل أن تكون الأصنام موجودة فإنه كان في زمان قصي جد النبي الأعلى مع أنه لم يكن في ذلك الوقت صنم باسم مناف وإنما جاءت بعد أمر باللحي الخزاعي وكان جد عبد المطلب الأعلى والد أبيه هاشم يسمى عبد مناف فلتكن هذه التسمية بهذا اللحاظ لا بلحاظ كونه اسم صنم الجواب الثالث إن الأسماء عند العرب في تلك الأزمنة غالبا هي أسماء مرتجلة ليس ملحوظا فيها المعنى والمضمون الذي تعبر عنه بمقدار ما هي تمييز للشخص ولذلك وجد كثير من الأسماء ليس لها معنى وبعضها ليست أسماء حسنة بل بعضها معيب ولا ريب أن المعنى المعيب لم يكن مقصودا من قبل آباء هؤلاء الجواب الرابع إننا نقطع بأن عبد المطلب لم يكن ليسمي ولده باسم العبودية لأحد الأصنام وهو الذي اشتهر عنه أنه امتنع من عبادتها ونهى أهل بيته عن ذلك ومن كان يتأثر به وقد ذكر هذه الخصلة فيه من ترجم حياته وأضف إلى ذلك أن كلمة عبد هي من المشتركات اللفظية وليست معنا منحصرا بالعبودية التي نفهمها بين الإنسان وربه وإلا لما كان يقول في القرآن وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم فعبادكم هنا ليس المقصود بها الخضوع العبادية الثابت بين الإنسان وربه وإنما بمعنى الخدمة والطاعة وما شابه ذلك زواج أبي طالب بفاطمة بنت أسد تزوج أبو طالب فاطمة بنت أسد الهاشمية وكانت من السابقات إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث إنها كانت الرقم الحادي عشر كما قيل في ترتيب المسلمين الأوائل ونتج عن هذا الزواج أربعة من الذكور طالب وعقيل وجعفر وعلي عليه السلام وإثنان من الإناث أم هانئ وجمانة سيأتي الحديث عن فاطمة بنت أسد بشكل خاص في صفحات قادمة وفي حياتها محطات مهمة تستحق الحديث فيها أولا سبقها إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا رعايتها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبل البعثة بل من عمر ثمان سنوات عندما توفي عبد المطلب جد النبي كان عمره ثمان سنوات وقد استدعى أبا طالب وأوصاه بحفيده النبي محمد فكان في بيتها منذ ذلك الوقت ثالثا أنها ستكون حجة في أمر عقائدي وهو تثبيت إيمان أبي طالب كما استدل بذلك الإمام علي بن الحسين عليه السلام فإما أن تقول كلاهما كافران وهذا بالإجماع صاقط لأنها من السابقات للإسلام أو تقول أبو طالب بقي على كفره وفاطمة كانت مؤمنة والنبي لم يعارض ذلك عليهم وقد طبق الأحكام على الآخرين دون عمه وزوجته وهذا خدش في عدالة النبي وفي إيمانه برسالته ولم يبقى إلا أن يكون أبو طالب مؤمنا كتم إيمانه فأقره النبي على نكاحه وأوتي في ذلك أجره مرتين أجر الإيمان وأجر الكتمان لأن الكتمان من الأمور الصعبة فإننا نرى المؤمنين الذين يعيشون في أجواء معادية لهم يعانون معاناة عظيمة فهو مضطر للتقية إذ لا يستطيع أن يعبد ربه بالطريقة التي يراها صحيحة وكاملة وهو مترقب وحذر أن لا يكشف أمر دينه أو مذهبه بينما لا يعانيها الإنسان الذي يظهر إيمانه عقائده وشرائعه ويعيش في جو اعتيادي ولا يخاف من أحد الفقير الذي ساد قريش ما ساد قريشا فقير ولقد سادهم أبو طالب فإنه حتى عبد المطلب والده لم يكن فقيرا بل كان أشبه بتاجر متوسط ولكن المعروف أن أبا طالب كان قليل المال وشاهد ذلك قضية الرفادة والسقاية وكيف انتقلت منه إلى العباس أخيه فإنه لما صار أمر السقاية والرفادة لبني عبد مناف بن خصي اقترعوا فخرج سهم هاشم فولي ذلك وقام به فلما مات هاشم بغزة قام بأمر السقاية والرفادة بعده بوصية منه المطلب بن عبد مناف أخو ثم لما مات المطلب قام بذلك عبد المطلب بن هاشم ثم ابنه الزبير بن عبد المطلب بن عبد مناف ثم أبو طالب بن عبد المطلب ثم إن أبا طالب أمعر واختلت حاله فعجز عن القيام بأمر السقاية والرفادة فاستلف من أخيه العباس بن عبد المطلب للنفقة على ذلك عشرة آلاف درهم فلما كان العام المقبل سأله سلف خمسة عشر ألف درهم أو قال أربعة عشر ألف درهم فقال له العباس إنك لن تقضيني مالي عليك فأنا أعطيك ما سألت على أنك إن لم تؤدي إلي مالي كله في قابل فأمر هذه المكرمة من السقاية والرفادة إلي دونك والمال لك فأجابه إلى ذلك فلما كان الموسم من العام المقبل إزداد أبو طالب عجزا وضعفا لقلة ذات يده فلم تمكنه النفقة ولم يقضي العباس ماله فصارت السقاية والرفادة إليه وكان للعباس كرم بستان عنب بالطائف يؤتى بزبيبه فينبذ في السقاية هذا يبين لنا أن أبا طالب لم يكن صاحب مال ولكنه صاحب شخصية وزعامة في قريش وبهذه الشخصية والحضور الاجتماعي القوي استطاع أن يحمي ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أجل الاحتفاظ بهذا الحضور القوي لا بد أن يخفي إيمانه وإلا فإنه سيكون على خط المواجهة الصريحة معهم وسيفقد قوة تأثيره فيهم إننا نلاحظ أن كفار قريش كانوا يتعاملون معه في بداية الأمر على أساس أنه محل شكواهم وأنهم ينتظرون منه أن يمنع ابن أخيه من الاعتداء على آلهتهم ونظامهم الاجتماعي ويطلبون منه الحل ولذلك عندما بعث النبي جاءوا إلى أبي طالب وقالوا إن ابن أخيك سفها أحلامنا وعاب آلهتنا فمره ليكف عن آلهتنا بل جاءوا ليعقدوا معه اتفاقية تبادل تنص على إعطائه إياهم النبي ليقتلوه مقابل إعطائهم إياه عمارة بن الوليد يكون مكانه فقال أبو طالب عجب أخذ ابنكم حتى أغذوه لكم وأعطيكم ابني حتى تقتلوه وفشلت محاولات كفار قريش كلها في الحد من دعوة النبي والوقوف في وجهه ما دام أبو طالب حي ولما مات أبو طالب نالت قريش منه من الأذى ما لم تكن تطمع فيه في حياة أبي طالب حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه تراب فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيته والتراب على رأسه فقامت إليه إحدى بناته تغسل عنه التراب وتبكي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لها يا بني لا تبكي فإن الله مانع أباك ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب تعهد بالدفاع والحماية من البداية لقد كان واقعيا توسم وفراسة عبد المطلب بشأن ابنه أبي طالب عندما أوصاه بالاهتمام والرعاية لابن أخيه النبي محمد وقد لا يكون ذلك فقط لأجل كون عبد الله وأبي طالب شقيقين من أم واحدة فهذا لا يكفي إذا لم تكن الشخصية مسؤولة وشجاعة جادة وكان يمثل هذه الشخصية أبا طالب بين أبناء عبد المطلب الباقين بأفضل أنحائها ولذا يعتقد أن عبد المطلب أوصاه بالنبي محمد وبالفعل فإنه بالإضافة إلى موقفه في كفالة النبي طوال فترة طفولته وصباه وشبابه واصل حمايته ورعايته بعدما بعث بالرسالة بينما لم يفعل ذلك مثلا عمه العباس مع إمكاناته المالية الضخمة وهذا راجع إلى ما ذكرنا من الصفات الشخصية لأبي طالب بل لأبنائه من بعده فقد نقل أرباب السير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يبدأ دعوته جاء إلى العباس عمه طالبا منه نصرته ومعونته في هذه الدعوة فقال له إن الله قد أمرني بإظهار أمري وقد أنبأني واستنبأني فما عندك فقال له العباس يا ابن أخي تعلم أن قريشا أشد الناس حسدا لولد أبيك وإن كانت هذه الخصلة كانت الطامة الطماء والداهية العظيمة ورمينا عن قوس واحد وانتسفونا نسفا صلتا ولكن قرب إلى عمك أبي طالب فإنه أكبر أعمامك إن لا ينصرك لا يخذلك ولا يسلمك فأتياه فلما رآهما أبو طالب قال إن لكم لظنة وخبرا ما جاء بكما في هذا الوقت فعرفه العباس ما قال له النبي وما أجابه به العباس فنظر إليه أبو طالب وقال له أخرج ابن أخي فإنك الرفيع كعبا والمنيع حزبا والأعلى أبا والله لا يسلقك لسان إلا سلقته ألسن حداد واجتذبته سيوف حداد والله لتذلن لك العرب ذل البهم لحاضنها ولقد كان أبي يقرأ الكتاب جميعا ولقد قال إن من صلبي لنبيا لودت أني أدركت ذلك الزمان فآمنت به فمن أدركه من ولدي فليؤمن به ولسان حاله والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت قبل أمينا وعرضت دينا لا محالة إنه من خير أديان البرية دينا كانت نتيجة حماية أبي طالب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ودفاعه عنه بشكل دائم أمام قريش وتوجيهه الرسائل الواضحة للقرشيين بأنهم لو مسوا النبي بالأذى فسيكون ذلك نهاية من يمسه بالأذى ولقد صدق في مقالته لا يسلقك لسان إلا سلقته ألسن حداد واجتذبته سيوف حداد بالعمل ففي ذات مرة قال جمع من قريش أيمر بنا بن أبي كبشة ولا يسلم علينا فأيكم يأتيه فيفسد عليه صلاته فقال عبد الله بن الزبعر السهمي أنا أفعل فأخذ الفرث والدم فانته به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد فملأ به ثيابه ورأسه ولحيته فانصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى عمه أبا طالب فقال له يا عم من أنا فقال ولما يا ابن أخي فقص عليه القصة فقال وأين تركتهم فقال بالأبطح فنادى في قومه يا آل عبد المطلب يا آل هاشم يا آل عبد مناف فأقبلوا إليه من كل مكان ملبين فقال كم أنتم فقالوا نحن أربعون فقال خذوا سلاحكم فأخذوا سلاحهم فانطلقوا بهم إليهم فلما رأت قريش أبا طالب أرادت أن تفترق فقال ورب البينة ما يقوم منكم أحد إلا جللته بسيفي ثم أمر ذلك السلى على سبالهم ولحاهم وسلى الناقة هو الغشاء الذي فيه الجنين والسبال هي الشوارب وكانت تلك رسالة تامة لكل القرشيين ألا يقتربوا من حرمة النبي محمد هذا إضافة إلى مئات أبيات الشعر وعشرات القصائد التي كانت تعلن بشكل لا مريّة فيه بأنه واقف كالجبل إلى جنب ابن أخيه فها هو يقول كذبتم وبيت الله يبزى محمد ولما نطاعن دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل الحصار في شعب أبي طالب ردت قريش على تلك المناصرة من أبي طالب ومن خلفه من بن هاشم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمحاصرة الاقتصادية والاجتماعية وإلجائهم إلى أن يبقوا في شعب أبي طالب ويقرروا على المجتمع المكي مقاطعتهم لقد مرت أيام الحصار وشهوره وسنواته الثلاث عسيرة جدا على المسلمين بل على عموم بني هاشم ممن لجأ إلى الشعب فإنه فرض عليهم الحصار وإن لم يكونوا مسلمين والغرض هو أن يتم الضغط على النبي ليتوقف عن دعوته أو يتوقف أبو طالب عن حمايته فيتم لهم ما يريدون من قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان اتفاق القرشيين على أن لا يبيعوا شيئا لبني هاشم ولا يشتروا منهم ولا يتزوجوا منهم ولا يزوجوهم ولا يسمحوا لأحد حتى من خارج مكة أن يبيعوهم فإما كانوا يشترون من الباعة بضائعهم بأغلى الأثمان أو يهددوا بأن يقاطعوا وأن لا يسمح لهم بالبيع في مكة وقد استنفد هذا الوضع ما كان لدى بني هاشم من المال ولا سيما أموال خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث أعطت ما كانت تملكه بسخاء في هذا السبيل ولا شك أنه كان هناك من يخاطر فيبيع بضاعته ولكن بأثمان مضاعفة وكان هناك من يرق لحالهم فيهرب الأطعمة إلى الشعب انتهى هذا بعد أن تحرك بعض حلفاء بني هاشم في قريش ضد الحصار وقد ذكر هذا أبو البختري بن هشام وغيره ولكن العنصر الأساس الذي أنهى الحصار هو ما كان بين النبي وأبي طالب حيث أخبر النبي عمه أن الله سبحانه قد صلت حشرة الأراضة على وثيقة المقاطعة والحصار ولم تبق فيها إلا اسم الله عز وجل فقال له أبو طالب أربك أخبرك بهذا قال بلى قال والثواقب ما كذبتني قط هلم بنا وجاء مع النبي وبعض أبنائه إلى مجتمع قريش والتفت إليهم وقال لهم يا معشر قريش جئت لكم بأمر فيه نصفة لكم وعندي كلام حول الصحيفة وأراد أن يحضروها حتى لا يكتشف الموضوع وكانت موضوعة في قراب مغلق ومختوم فأحضروها قال إن ابن أخي أخبرني أن ربه قد بعث الأراضة على صحيفتكم فأكلتها ولم يبق منها إلا اسمه الكريم فإن كان ما يقوله كذبا دفعته إليكم فقتلتموه وإن كان ما يقوله حقا علمتم أنكم ظالمون معتدون قالوا يا أبا طالب لعمرك هذا هو الإنصاف ففتحوا الوثيقة ثم أرادوا استخراج ما فيها وإذا لا يوجد فيها إلا الغبار والتراب وقصاصة صغيرة كتب عليها باسمك اللهم وهنا انكسر الحصار في السنة العاشرة من البعثة ومع هذا الحصار الطويل وقد بلغ عمر أبي طالب الخامسة والثمانين وفي تلك الظروف الصعبة غادر أبو طالب هذه الدنيا بعد أن وفى ما عاهد عليه بدفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليس غريبا أن يستذكره رسول الله ويستحضر ذكره مرارا لا سيما في مواضع النصرة والمفاداة لقد سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حضر عندما رأى بني هاشم في أول مواجهة عسكرية بين المسلمين وبين المشركين وهي موقعة بدر فلما رأى تضحية حمزة بن عبد المطلب وبطولة علي بن أبي طالب وجراحات عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب قال من يحفظ شعر أبي طالب فأراد أحدهم أن يقرأ قول أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل فقال نعم هذا شعره ولكن أريد غيره فقال أحدهم كأنك تريد قوله كذبتم وبيت الله يبزى محمد ولما نطاعن دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل أبو طالب المؤمن المحامي روي عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق أنه قال نزل جبرايل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول إني قد حرمت النار على صلب أنزلك وبطن حملك وحجر كفلك فالصلب صلب أبيك عبد الله والبطن الذي حملك فآمنة بنت وهب وأما حجر كفلك فحجر أبي طالب عندما نتناول هذه الشخصية العظيمة بالحديث نستحضر قضية مهمة وهي أن فعل الإنسان للخير وقيامه بالعمل الصالح لا يمكن أن يبقى خفيا للأبد فالله عز وجل قد تكفل بنشر العمل الصالح ورفعه إليه وقد أخبر الله سبحانه عن ذلك بقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وورد في حديث قدسي ما معناه يا ابن آدم عملك الصالح أنت تخفيه وعلي إظهاره فلا تتصور أخي المؤمن أنك عندما تقوم بعمل خير وفعل حسن بأن هذا العمل لا أثر له ولا نتيجة كلا وأن ما يقوله البعض اعمل الخير وارمه في البحر لا بل اعمل الخير ولن يذهب إلى البحر وإنما هو بذر وزرع وإذا لم يثمر اليوم أمام عينيك أثمر في جيل أبنائك وفي جيل أحفادك وفي أجيال أخرى هذه طبيعة العمل الصالح أنه يرتفع فالعمل الصالح يرفعه الله العمل الصالح مثل البالون إذا امتلأ بالهواء طبيعته أن يصعد إلى الفضاء لا يمكن أن يبقى بالأسفل العمل الصالح طبيعته الإثمار يقول الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون لقد كان إيمان أبي طالب وحمايته للنبي صلى الله عليه وآله ودفاعه عن الدعوة هذه كلها وإن كانت في وقت من الأوقات خفية إلا أنها لا تلبث أن تظهر وذلك العطر لا بد أن ينتشر متى طرحت قضية عدم إيمان أبي طالب؟ لم تكن قضية إيمان أبي طالب محل نقاش أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو زمان الخلفاء الثلاثة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويظهر أن أول فكرة وتشكيك في إيمانه كان في زمان أمير المؤمنين عليه السلام بالرغم من أنه كان يفتخر بوالده ويقرع معاوية بالقول أن أباه أبا طالب هو خير من أبا سفيان وأن هذا لا يمكن أن يكون مع أبي طالب في كفة المقايسة كما قال ذلك في خطاب منه لمعاوية بن أبي سفيان وأما قولك إنا بن عبد مناف وليس لبعضنا على بعض فضل فليس كذلك لأن أمية ليس كهاشم ولا حربا كعبد المطلب ولا أبا سفيان كأبي طالب ولا المهاجر كالطليق وفي أيدينا فضل النبوة التي بها قتلنا العزيز ودان لنا به الذليل ولا نملك تأكيدا على أن الحادثة التي حدثت مع الإمام عليه السلام عندما تحده أحدهم بأنه كيف يكون في هذا المكان أي الخلافة والحال أن أباه معذب في النار هل كان ذلك الشخص مرتبطا ببني أمية أو لا لكن من المؤكد أن الإمام علي عليه السلام قد واجهه بنحو حازم مبينا إيمان أبي طالب وأنه يشفع في من يشاء وأن نوره كأنوار الخمسة من أصحاب الكساء عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال كان ذات يوم جالسا بالرحبة والناس حوله مجتمعون فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين إنك بالمكان الذي أنزلك الله به وأبوك يعذب بالنار فقال له ماه فض الله فاك والذي بعث محمدا بالحق نبيا لو شفع أبي في كل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله تعالى فيهم أبي يعذب بالنار وأبنه قسيم النار ثم قال والذي بعث محمدا بالحق نبيا إن نور أبي طالب يوم القيامة ليطفئ أنوار الخلق إلا خمسة أنوار نور محمد صلى الله عليه وآله ونوري ونور فاطمة ونوري الحسن والحسين ومن ولده من الأئمة لأن نوره من نورنا الذي خلقه الله عز وجل من قبل خلق آدم بألفي عام وبعد هذه الفترة وعلى أثر تصاعد الخلاف الهاشمي العلوي مع الأموي السفياني والمرواني كان من الطبيعي أن يلجأ الأمويون إلى كل الوسائل التي تنتهي إلى تشويه سمعة الهاشميين فقد جعلوا من السبل علي عليه السلام سنة وهنا بدأ الأمويون ينشرون فكرة كفر أبي طالب نكاية بابنه علي وأحفاده من الحسن والحسين ثم الآئمة المعصومين عليهم السلام ولذلك نجد تعبير قوما يزعمون أنه كافر في رواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام وهذا يعني أنه على الأقل كان في السنوات التي تقترب إلى سنة سبعين أي بعد مرور نحو خمس وثلاثين سنة ومع ملاحظة أن ذلك تم ظاهرا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهنا نلاحظ تطورا في جواب الإمام السجاد عليه السلام من الفتوى إلى الاستدلال العلمي على الفكرة فقد استدل عليه السلام بإبقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بنت أسد وهي من المتقدمات في الإيمان في نكاح أبي طالب إلى أن توفي أبو طالب فالقائلون بكفر أبي طالب هنا إنما يطعنون في رسول الله لعدم تنفيذه أحكام الله فقد نقل السيد في خار في كتابه إيمان أبي طالب عن علي بن الحسين عليه السلام أنه سئل عن أبي طالب أكان مؤمنا فقال عليه السلام نعم فقيل له إنها هنا قوما يزعمون أنه كافر فقال عليه السلام وعجبا كل العجب أيطعنون على أبي طالب أو على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد نهاه الله تعالى أن يقر مؤمنة مع كافر في غير آية من القرآن ولا يشك أحد أن فاطمة بنت أسد رضي الله عنها من المؤمنات السابقات فإنها لم تزل تحت أبي طالب حتى مات أبو طالب رضي الله عنه وتصاعدت نار الحملة التي في نهاية أيام الأمويين وأضاف إليها العباسيون مزيدا من الحطب على أثر اشتباكهم مع بني الحسن المجتبة بل عموم الثائرين العلويين فكما أنهم شددوا الحملة على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وعلى الإمام الحسن المجتبة فقد صعدوا إلى الأصول بالتأكيد على كفر أبي طالب في مقابل التأكيد على فضائل جدهم العباس بن عبد المطلب فإذا كان في زمان الإمام السجاد كان هناك قوم يزعمون أنه كافر فإن تعبير الروايات في زمان الإمام الصادق عليه السلام أصبح الناس يقولون وتعبير الناس هنا قد يكون تعبيرا مجردا يفيد الكثرة وهو ما يعادل اصطلاح الجماهير في هذا الزمان أو أن يكون كما يراه بعض الباحثين من أنه يعني الرأي الرسمي الذي تتبناه الخلافة وتبشر به وقد ورد هذا النحو من التعبير في أكثر من رواية منها ما رواه يونس عن الإمام الصادق عليه السلام قال يا يونس ما يقول الناس في أبي طالب قلت جعلت في ذاك يقولون هو في ضحضاح من نار يغلي منها أم رأسه فقال كذب أعداء الله إن أبا طالب من رفقاء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء وكذلك نجده في رواية عبد الرحمن بن كثير قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يزعمون أن أبا طالب في ضحضاح من نار فقال كذبوا ما بهذا نزل جبرايل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت وبما نزل قال أتى جبرايل في بعض ما كان عليه فقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إن أصحاب الكهف أسروا الإيمان وأظهروا الشرك فآتاهم الله أجرهم مرتين وإن أبا طالب أسر الإيمان وأظهر الشرك فآتاه الله أجره مرتين وما خرج من الدنيا حتى أتته البشارة من الله تعالى بالجنة ثم قال كيف يصفونه بهذا وقد نزل جبرايل ليلة مات أبو طالب فقال يا محمد أخرج من مكة فما لك بها ناصر بعد أبي طالب تحويل قضية إيمان أبي طالب إلى قضية عقدية نعتقد أن الاتجاه الأموي في الأمة لم ينتهي بسقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية وإنما استمرت أفكاره وأصوله في تيار مدرسة الخلفاء وظهرت في كتب الحديث والرجال وربما تماها وتعاون مع بعض الخلفاء العباسيين الذين كانت لهم اتجاهات مبغضة لأهل البيت عليهم السلام ونشط هذا الاتجاه ناشرا فروعه على نفس الأصول السابقة فقد لاحظنا في بعض رجالي تلك المدرسة ومحدثيها إسقاطهم من كان يظهر ميلا لأهل البيت حتى أصبح التشيع لهم تهمة والمحبة لهم تضعيفة وهكذا وآنئذ فلا غرابة أن ينقل المحدثون روايات عن الخوارج والنواصب المعادين لأهل البيت عموما ولعلي أمير المؤمنين عليه السلام خصوصا لكنهم يحتاطون ويتحرجون من النقل والرواية عن مثل الإمام الصادق والهادي والعسكري عليهم السلام وانعكس هذا على موضوع أبي طالب وقضية إيمانه فالمفروض على مبانيهم أن تكون القضية تاريخية قابلة للأخذ والرد وحاصلها أن شخصا عاش في فترة بعثة النبي ودافع عنه هل آمن به قبل أن يموت أو لا وهذه القضية ضمن هذه الحدود قضية تاريخية ينظر فيها إلى الروايات التاريخية والقرائن التي تنتهي بالباحث إلى أحد الرأيين لكننا وجدنا الأمر أبعد من ذلك فهم في التفسير يوردونها باعتبار أن آية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وفيما يرتبط بشفاعة النبي يوردونها فهم يقولون إن الكفار والمنافقين لا تغني عنهم الشفاعة ولا تنفعهم ولذلك كما يزعمون نهى عن الاستغفار لعمه أبي طالب وأبيه عبد الله ولذلك كما يزعمون نهي عن الاستغفار لعمه أبي طالب وأبيه عبد الله وصارت جزءا من العقائد عندهم بحيث إن من يؤمن بالله واليوم الآخر وبنبوة النبي صلوات الله عليه وآله ويؤمن بالملائكة عليه أيضا أن يؤمن بكفر أبي طالب وهكذا ففي كل بحث تجد أنهم أحضروا هذه القضية ففي بحث المعاد ويوم القيامة وهل تنفع الأنساب آنئذ أو لا قالوا إنه لا تنفع الأنساب والشاهد على ذلك أن أبا طالب لا ينفعه نسبه مع النبي وكأن هذه القضية يدور عليها محور العلم والمعرفة الدينية ولكنه التأكيد الدائم وتكرار المعلومة حتى تتحول إلى ثقافة بل إلى عقيدة لا مجال لمناقشتها وبحثها كيف نعرف إيمان أبي طالب؟ لو طرحنا هذا السؤال على العقلاء نريد أن نتعرف على شخص من الأشخاص ما هي عقيدته؟ ما أفكاره؟ ما التزاماته السلوكية والعبادية؟ فيا أيها العقلاء كيف نستطيع التعرف عليه؟ وهذا لا يختص بالتاريخ أو بالعقائد بل يشمل حتى قضايا الزواج ومحاولات التعرف على من يتقدم لخطبة ابنتك مثلا يفترض أن جواب العقلاء سيكون أن التعرف على شخص يتم بواحد أو أكثر من الوسائل والطرق التالية الوسيلة الأولى التعرف عليه من خلال كلماته فإن كلام الإنسان في الغالب يعبر عن ثقافته ونظرته للحياة ومعارفه عنها وربما كان شارحا لطريقة حياته أيضا إن الاستماع إلى كلام شخص يحدد عادة مستواه العلمي والفكري ويبين للمستمع عقائد المتكلم ورؤيته وكما قال أمير المؤمنين عليه السلام تكلموا تعرفوا فإن المرأة مخبوء تحت طي لسانه الوسيلة الثانية هو أن نذهب إلى أهله وأسرته والقريبين منه لكي ننظر كيف كان معروفا في أهله وبأي الاتجاهات يذكرونه فإن الأسرة عادة تكون أقرب الناس إلى أفرادها وبالتالي أعرف الناس بهؤلاء الأفراد نظرا لطول الخلطة والمعاشرة فإذا صدقوا السائل القول فإن بإمكانهم أن يعطوا رؤية واضحة وصورة حقيقية عن الشخص المسؤول عنه الوسيلة الثالثة أن نرى سلوكه في حياته ماذا كان يعمل ومن كان يوالي ويسير في ركابه ومن يتبرأ منه وينفصل عنه ما هي أعماله هل سيرته سيرة صالحي الناس أو الفاسدين منهم بماذا يمتدح ويفتخر الوسيلة الرابعة من الخطأ أن نحاول التعرف عليه من خلال كلمات أعدائه ووصف خصومه فإنهم في العادة لا ينصفون من يعاديهم إلا أن يكون هؤلاء الواصفون معصومين أو عدولا لا تأخذهم العواطف جانب الحيف والظلم وأن يصفوه بما ليس فيه هذه الوسائل التي ذكرناها لا تختص بشخص دون آخر ولا تخص فترة تاريخية دون غيرها وإنما هي طرق عقلائية يسلكها كلها أو بعضها العقلاء في كل الأزمنة للتعرف على الأشخاص ولو أردنا تطبيقها على التعرف على شخصية أبي طالب من عبد المطلب عليه السلام لوجدنا محصلة ذلك أننا أمام رجل هو شيخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمتقدم عليهم في المنزلة بل له الفضل على أوائلهم بحمايتهم وحماية دعوة النبي ورسالته وهؤلاء لهم الفضل على المتأخرين من الأصحاب فهلما عزيز القارئ لكي نتعرف عليه بخطوات الطريقة العقلائية التي ذكرناها مع ملاحظة أننا سنذكرها بنحو الإختصار والسهولة أما الوسيلة الأولى وهي التعرف عليه من خلال أقواله فإن أقوال أبي طالب نثرا وشعرا تعرب عن إيمانه والشعر فيه أغلب لأنه يعد من الشعراء الكبار في قريش كما ذكر ذلك وأشار إليه غير واحد من المؤلفين وأكبر شعره في فخامته وقوته فمن قوله مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد دعوت وكنت ثم أمينا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا ومن ذلك شعره في مدح النبي ووصفه بعد أن استسقى به وهو لا يزال طفلا صغيرا وأسنده إلى جدار الكعبة في قصة مفصلة وأقسم على الله بحقه ومنزلته فما لبثت السماء أن أرخت عزاليها وسقت الناس غيثا هيطلا فأنشأ يقول في قصيدة جاء فيها كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابلي كذبتم وبيت الله نبزي محمدا ولما نطاعن دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل ويقول فيها وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتام عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضلي لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وأحببته حب الحبيب المواصلي فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لمن والاه رب المشاكل فأصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنه سورة المتطاول وجدت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير باطل وعندما هاجر بعض المسلمين إلى الحبشة هربا من إيذاء قريش لهم وفتنتهم إياهم عن دينهم أرسل أبو طالب قصيدة للنجاشي ملك الحبشة يطلب منه أن يحسن جوار المهاجرين إليه فقد أخرج الحاكم في المستدرك بإسناده عن ابن إسحاق قال قال أبو طالب أبيات للنجاشي يحضهم على حسن جوارهم والدفع عنهم يعني عن المهاجرين إلى الحبشة من المسلمين ليعلم خيار الناس أن محمدا وزير لموسى والمسيح ابن مريم أتانا بهدي مثل ما أتيا به فكل بأمر الله يهدي ويعصم وإنكم تتلونه في كتابكم بصدق حديث لا حديث المبرجم وعندما كسر الحصار الذي فرضته قريش على النبي وأبي طالب ومعهما المسلمون في شعب أبي طالب أنشى أبو طالب بمناسبة هذا الانتصار عليهم قصيدة جاء فيها الاعتراف الصريح بكون محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا من الله كما جاء في الكتب السماوية مثل ما جاء في حق موسى النبي وعيسى عليهما السلام ألا أبلغ عني على ذات بينها لؤيا وخص من لؤي بني كعبي ألم تعلموا أن وجدنا محمدا رسولا كموسى خط في أول الكتب وأن عليه في العباد محبة ولا حيف في من خصه الله بالحب وذكره بالنبوة واشتقاق اسمه من اسم الله الحميد في قوله لقد أكرم الله النبي محمدا فأكرم خلق الله في الناس أحمد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد وقد نقل عن بعض العلماء أن شعر أبي طالب الطافح بالإيمان والاعتقاد بنبوة ابن أخيه يزيد على ثلاثة آلاف بيت من الشعر ونجد هذا الشعر الإيماني القوي حاضرا في مواضع كثيرة يستشهد به النبي ويأمر من يحفظه أن يذكره للناس مع أن الموقف لا يقتضي بالضرورة ذكر شعر أو ذكر شعر أبي طالب ولكنها اللفتة الرائعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخلاقيا في رد جميل ومعروف أبي طالب عليه وعلى الدعوة وعقديا لتثبيت إيمان أبي طالب برسول الله ومنزلته من ربه وأنه مصدر الخير والبركة فإذا كان في المدينة واستسقى النبي وأمطرت يتذكر قول أبي طالب ويستنشد من يحفظه ليذكره وإذا كان في معركة بدر ورأى دفاع بني عبد المطلب حمزة وعلي وعبيدة عن الإسلام وتمثل عبيدة وهو ينزف الدماء على أثر قطع ساقه بما قاله أبو طالب كذبتم وبيت الله يبزى محمد ولما نطاع ندونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل يثني النبي على استشهاده بأبيات أبي طالب ويترحم عليه وحين يكون على فراش الموت تستشهد فاطمة الزهراء وهي داخلة عليه بأبيات أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه حتى غدت أبيات أبي طالب أشبه بالنشيد الوطني الذي لا ينتظر إلا فرصة مناسبة ليرفع وتسمعه الآذان أما الوسيلة الثانية وهي التعرف عليه من خلال أقوال ووصف أسرته وعشيرته ومن يعرف بيئته فإن أقرب الناس إليه هم بن هاشم وأولهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع علمه بأن مهمة أبي طالب في الدفاع عنه وعن رسالته المقدسة لا تتم إلا بكتمان إيمانه وإلا فإن قريشا ستجرد سيفها ضد أبي طالب مباشرة وتنابذه العداء وتناجزه القتال مما يخل بهذه المهمة ومع ذلك ترك كلمات هي أشبه بالضياء لمن أراد أن يهتدي ثم جاء بتفصيلها أمير المؤمنين علي عليه السلام وباقي أئمة أهل البيت عليهم السلام فمن أقوال النبي في حق أبي طالب ما نقله ليعقوبي في تاريخه الجزء الثاني صفحة 26 لما قيل لرسول الله أن أبا طالب قد مات عظم ذلك في قلبه واشتد له جزعه ثم دخل فمسح جبينه الأيمن أربع مرات وجبينه الأيسر ثلاث مرات ثم قال يا عم ربيت صغيرا وكفلت يتيما ونصرت كبيرا فجزاك الله عني خيرا ومشى بين يدي سريره وجعل يعرضه ويقول وصلتك رحم وجزيت خيرا وعن إسحاق بن عبد الله بن الحارث قال قال العباس يا رسول الله أترجو لأبي طالب قال كل الخير أرجو من ربي أخرجه ابن سعد في الطبقات الجزء الأول الصفحة 106 بسند صحيح رجالهم كلهم ثقات رجال لما دعا رسول الله واستسقى وانهمر المطر على الناس في المدينة حتى ضجوا خوف الغرق تبسم صلوات الله عليه وآله حتى بدت نواجده وهو يقول اللهم حوالينا ولا علينا ثم قال لله در أبي طالب لو كان حيا لقرت عيناه من الذي ينشدنا شعره فقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يا رسول الله كأنك أردت قوله وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل قال أجل أجل فأنشده أبياتا من القصيدة ورسول الله يستغفر لأبي طالب على المنبر وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعقيل بن أبي طالب يا أبا يزيد إني أحبك حبين حبا لقرابتك مني وحبا لما كنت أعلم من حب عمي أبي طالب إياك وللإمام أمير المؤمنين عليه السلام كلمات في حق والده فإنه في رسالته لمعاوية قد فضل أباه على أبي سفيان مع أن أبا سفيان عندهم مؤمن برسول الله ولم يرد عليه معاوية هذا التفضيل وكان يمكن أن يقول له كلا فإن أبي مسلم وأباك ليس بمسلم وقد مر في الصفحات السابقة ذكر هذه الرسالة وقد ذكر صبط بن الجوزي في تذكرته في الصفحة السادسة أن علي عليه السلام قال في رثاء أبي طالب أبا طالب عصمة المستجير وغيث المحول ونور الظلم لقد هد فقدك أهل الحفاظ فصلى عليك ولي النعم ولقاك ربك رضوانه فقد كنت للطهر من خير عم وقد نقل الإمام الحسين عليه السلام عن أبيه المرتضى كلمات تؤكد لا على إيمانه فحسب بل على خلل ونقص إيمان من لم يعتقد بإيمان أبي طالب فعنه عليه السلام أن والده أمير المؤمنين كان جالسا في الرحبة والناس حوله فقام إليه رجل فقال له يا أمير المؤمنين إنك بالمكان الذي أنزلك الله وأبوك معذب في النار فقال له مه فض الله فاك والذي بعث محمدا بالحق نبيا لو شفع أبي في كل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله أأبي معذب في النار وابنه قسيم الجنة والنار والذي بعث محمدا بالحق إن نور أبي طالب يوم القيامة ليطفئ أنوار الخلائق إلا خمسة أنوار نور محمد ونور فاطمة ونور الحسن والحسين ونور ولده من الأئمة ألا إن نوره من نورنا خلقه الله من قبل خلق آدم بألفي عام كما نقل في نفس المصدر كلمة للإمام السجاد علي بن الحسين عن ابن أبي الحديد في شرحه الجزء الثالث الصفحة الثانية عشر بعد الثلاثمائة روي أن علي بن الحسين عليه السلام سئل عن هذا يعني عن إيمان أبي طالب فقال وعجبا إن الله تعالى نهى رسوله أن يقر مسلمة على نكاح كافر وقد كانت فاطمة بنت أسد من السابقات إلى الإسلام ولم تزل تحت أبي طالب حتى مات وأخرى عن ابنه الإمام الباقر محمد بن علي عليه السلام فإنه سئل عن ما يقوله الناس أن أبا طالب في ضحضاح من نار فقال لو وضع إيمان أبي طالب في كفة ميزان وإيمان هذا الخلق في الكفة الأخرى لرجح إيمانه ثم قال ألم تعلموا أن أمير المؤمنين علي عليه السلام كان يأمر أن يحج عن عبد الله وأبيه وأبي طالب في حياته ثم أوصى في وصيته بالحج عنهم كما نقل كلمات متعددة عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام منها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أصحاب الكهف أسروا الإيمان وظهروا الكفر فآتاهم الله أجرهم مرتين وإن أبا طالب أسر الإيمان وأظهر الشرك فآتاه الله أجره مرتين وأشار صاحب الغدير إلى وجود هذا النص في شرح بن أبي الحديد وفي أصول الكافي للكليني ومنها ما أخرجه ثقة الإسلام الكليني في أصول الكافي الصفحة 244 عن الإمام الصادق قال كيف يكون أبو طالب كافرا وهو يقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعبأ بقيل الأباطل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثم لليتاما عصمة للأرامل ومنها ما روي عن يونس بن نباتة عن الإمام الصادق عليه السلام قال يا يونس ما يقول الناس في أبي طالب قلت جعلت في ذاك يقولون هو في ضحضاح من نار يغلي منها أم رأسه فقال كذب أعداء الله إن أبا طالب من رفقاء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ونقل عن الكليني في الكافي رواية عن إمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام تشير إلى أن أبا طالب كان فوق منزلة المؤمن العادي وأنه كان من الأوصياء والحاملين لكتب السماء وذلك عن درسة ابن منصور أنه سأل أبا الحسن الأول الإمام الكاظم عليه السلام أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محجوجا بأبي طالب فقال لا ولكنه كان مستودعا لوصايا فدفعها إليه فقال قلت فدفع إليه الوصايا على أنه محجوج به فقال لو كان محجوجا به ما دفع إليه الوصية قال قلت فما كان حال أبي طالب قال أقرب النبي وما جاء به ودفع إليه الوصايا ومات من يومه وعن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام نقل كلاما يشبه كلاما عن الإمام الصادق في من يشكك في إيمان أبي طالب مع قيام البراهين عليه فذكر أنه أخرج الشيخ أبو جعفر الصدوق بإسناد له إن عبد العظيم بن عبد الله العلوي الحسني المدفون بالري كان مريضا فكتب إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام عرفني يا ابن رسول الله عن الخبر المروي إن أبا طالب في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه فكتب إليه الرضا عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإنك إن شككت في إيمان أبي طالب كان مصيرك إلى النار وأما عن الإمام الحسن بن علي العسكري فقد قال كما أخرجه الشيخ أبو جعفر الصدوق في حديث طويل إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني قد أيتك بشيعتين شيعة تنصرك سراً وشيعة تنصرك علانية فأما التي تنصرك سراً فسيدهم وأفضلهم عمك أبو طالب وأما التي تنصرك علانية فسيدهم وأفضلهم ابنه علي بن أبي طالب ثم قال وإن أبا طالب كمؤمن أهل فرعون يكتم إيمانه فهذه باقة كلمات من محمد وآله الطاهرين في شأن أبي طالب وسمو مرتبته الإيمانية وكذب ما وضعه الخط الأموي على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحاديث تكفر أبا طالب وأن من يصله البرهان والدليل في ذلك ويعاند في الرفض والتكذيب يكون مصيره النار يوم القيامة وبعض هذه الكلمات فتاوى ونتيجة وبعضها الآخر فيها الاستدلال والبرهنة والقائل لهذه الكلمات هم أعرف الناس به وبمعتقده ولا يتصور فيهم المجاملة لأبي طالب ولا الكذب حاشاهم وهم المعصمون عند الإمامية بعد النبي الصادق بينما في الطرف الآخر كلام الناس وهو كما ذكرنا تعبير عن الاتجاه الرسمي للسلطة الأموية أو العباسية ومن الطبيعي أن هؤلاء الناس الذين يقتاتون على فتاة عطايا الخلفاء والحكام ويقدمون الدنيا على الدين سيتحرون مواقع رضا أولئك الحكام حتى لو كان ذلك بلعن المرسلين والصديقين وأما الوسيلة الثالثة هي معرفة الشخص من خلال مواقفه وأعماله فلا ينكر أحد حتى أشد أعداء أبي طالب وابنه عداوة أن أبا طالب كان المحام الأول عن النبي وعن دعوته والمواجه لعتات قريش ومجرميها في الدفاع عن النبي والإسلام وإن كانوا يفسرونها بأنه بدافع الحمية العائلية أو غير ذلك وجوابهم في ذلك فلما لم تدفع هذه الحمية أبا لهب للدفاع عن ابن أخيه بل ولم تدفع العباس بن عبد المطلب للدفاع بهذا النحو عن رسول الله ومتى دخل قلب أبي طالب ليعرفوا أنه لم يؤمن بالله وأن حمايته النبي كانت بدافع عاطفي وعائلي وقد مر بنا في المقالات السابقة جانب من حمايته له ودفاعه عنه وتعريض نفسه للمواجهة ومن ثم للمحاصرة والجوع والعطش والمقاطعة حتى قضى نحبه متأثرا وهو في تلك السن بالتعب والجوع والعطش والمرض وتحمل الحصار جوعا وعطشا مدة تزيد على ألف يوم من الزمان من أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا بالإضافة إلى أمره أبناءه بالإيمان بالنبي والكون في ركابه حتى لقد كان في نظر قريش هو الممثل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أرادوا التفاوض مع النبي جاءوا لأبي طالب وإذا أرادوا الضغط عليه ضغطوا على أبي طالب وإذا قرروا الحصار كان هو أول المحاصرين وإذا أراد النبي إيصال رسالة للقرشيين كان أبو طالب كما يظهر ذلك في قصة الأرضة التي أكلت صحيفتهم بقي أن نشير إلى الملاحظة الأخيرة وهي أنه لا ينبغي أخذ تقييم الشخص من خلال أعدائه وأعداء أهله وهذا هو الفخ الذي وقع فيه من وقع بقصد أو بغير قصد فإننا نلاحظ أن الذين رووا الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن أبي طالب عليه السلام كانوا في الغالب في الخط الأموي أو العباسي المصارع والمناهض لأهل البيت عليهم السلام كذلك الذين وجهوا الآيات القرآنية التي تتحدث عن الكفار السابقين أو اللاحقين إلى أنها نزلت في أبي طالب وبالرغم من أن الكثير من علماء مدرسة الخلفاء يعتقدون بإيمان أبي طالب بل لقد ألف الكثير منهم كتبا في ذلك وأثبتوا بالأدلة إيمانه وضعف ما تمسك به أتباع الاتجاه الأموي لإثبات عدم إيمانه إلا أن هذا الاتجاه لا يزال حاضرا في الساحة الإسلامية وتعاطف معه كل من عادى شيعة أهل البيت عليهم السلام ومنهجهم وتراه ينشط كلما تزايد الصراع الطائفي وينفخ في هذه النار وتجد أحدا عكاساته في تجديل الكتابات في هذا المجال وقد ناقش هؤلاء العلماء وغيرهم ما حاول الاستدلال به أتباع ذلك الاتجاه ومن المناسب أن ننقل هنا ما علق به العلامة الشيخ محمد باقر المحمودي على ما جاء في كتاب أنساب الأشراف للبلاذري وهو يعتمد على الأحاديث الرائجة في أفق الاتجاه ذاك فضلا عن كون البلاذري من من كان يرتع في بلاط المتوكل العباسي ومن بعده ومن المعلوم كيف كانت عداوة المتوكل الظاهرة للإمام علي عليه السلام حتى عد من النواصب عند الكثير من العلماء ومن الطبيعي أن من يكون في بلاطه ودائرته لن يتخذ موقفا ظاهريا مناسبا من الإمام علي ولا من أبيه ولا من أهل بيته وعلى أي حال فقد علق المحمودي بشكل سريع على ما جاء في ذلك الكتاب عند حديثه عن أبي طالب ونحن ننقله بتغيير بعض الصياغة والاختصار أو التوضيح لتتمة البحث فإن البلاذري بعد أن ذكر شيئا من نصرة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما حضرته الوفاة عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه قول لا إله إلا الله فأبى أن يقولها وقال يا ابن أخي إني لأعلم أنك لا تقول إلا حقا ولكني أكره مخالفة دين عبد المطلب وأن يتحدث نساء قريش بأني جزعت عند الموت ففارقت ما كان عليه فمات على تلك الحال وأتى علي للنبي فأخبره بموته فقال واره فقال علي أنا أواريه وهو كافر قال فمن يواريه إذن فلما واراه أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاغتسل وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين رأى جنازته وصلتك رحم ويقال إنه قيل له يا رسول الله استغفر له فنزلت فيه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وقد علق المحمودي على كلامه بأنه يعتمد على الروايات التي ستأتي ويأتي النقاش في أسانيدها وبالنسبة للآية المباركة وأنها نزلت في شأن أبي طالب وأن النبي قد نهي عن الاستغفار فإن ذلك القول معتمد على يقال وهو مما لم يعلم له مستند فلا يعبأ به ثم نقل البلاذري حديثا بسند ينتهي إلى الزهري عن سعيد بن المسيب قال دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا طالب إلى كلمة الإخلاص في مرضه فقال إني أكره أن تقول قريش إني قلتها جزعا عند الموت ورددتها في صحتي ودعا بني هاشم فأمرهم باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونصرته والمنع عن ضيمه فنزلت فيه وهم ينهون عنه وينأون عنه وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر له حتى نزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وعلق عليه المحمودي بضعفه من جهات تجعل الخبر في حد ذاته ولو لم يكن له معارض غير صالح للحجية أولها أن سعيد بن المسيب الراوي الأصلي للحديث لم يدرك القضية فلابد إذن أن يكون رواها عمن أدركها ولم يذكره في الخبر فيحتمل أنه كان ممن يشاقق الرسول وذويه صلوات الله عليهم وثانيها أن سعيد بن المسيب عد من المنحرفين عن أمير المؤمنين علي عليه السلام على ما ذكره ابن أبي الحديد وغيره وثالثها أن الزهري الذي يروي عن ابن المسيب كان من عمال بني أمية ومرتزقة مائدة أعداء أهل البيت في أيام تجبرهم ومن كان هذا حاله كيف يوثق به ويؤخذ عنه من الروايات في حق أهل البيت ووالد أمير المؤمنين عليه السلام ورابعها أن بكر بن الهيثم شيخ البلاذري الذي يروي عنه مجهول قال البلاذري أيضا وحدثني محمد بن سعيد عن الواقدي عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن جعدة عن ابن عباس قال نزلت في أبي طالب وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون وكان تعليق المحمودي بالقول هذا أيضا باطل من وجوه الأول أن الثابت بعدة طرق عن ابن عباس خلاف هذا وأن الآية الكريمة نزلت في المشركين الذين كانوا ينهون الناس عن محمد أن يؤمنوا به وينأون أي ويتباعدون عنه كما في تفسير الطبري الجزء السابع الصفحة 109 والدر المنثور الجزء الثالث الصفحة الثانية والثامنة والتاسعة وكما في تفسير الآلوسي الجزء السابع الصفحة 126 وتفسير القرطبي الجزء السادس الصفحة 382 وتفسير ابن كثير الجزء الثاني صفحة 122 وتفسير الشوكاني الجزء الثالث صفحة 91 صفحة 91 و92 كذا روى عنهم جميعا في الغدير الثاني أن هذا خلاف الظاهر في سياق الآية الكريمة إذ المستفاد منه أنهم كانوا قد جمعوا بين التباعد عن النبي وعدم الإيمان به وبين نهي الناس عن متابعته والإيمان بما جاء به وأين هذا من أعمال أبي طالب وأقواله أليس هو أول من نبذ القرابات وما كان بينه وبين المشركين من الصلة والجوار والصداقة محاماتا للنبي ونصرة له وتحصن مع من تبعه من عشيرته وأهل بيته في الشعب سنين الثالث من جهات بطلان الحديث أن حبيبا ابن أبي ثابت الواقع في سلسلة سنده كان مدلسا بتصريح ابن حبان وابن خزيمة في صحيحه كما في ترجمته من تهذيب التهذيب الجزء الثاني صفحة 179 الرابع أن ابن مباركهم صرح بأن الثوري أحد رجال الحديث كان يدلس كما في ترجمة سفيان من تهذيب التهذيب الجزء الرابع صفحة 115 وفي ميزان الاعتدال الجزء الأول صفحة 396 أنه كان يكتب عن الكذابين الخامس أن الواقدي عندهم ضعيف جدا فراجع ترجمته من تهذيب التهذيب السادس أن ابن سعد أيضا غير مرضي عند سلفهم وإلا فما باله لم يروي ولم يأخذ منه ابن حنبل وهو معه في بغداد وكان يأخذ منه أجزاء الواقدي فيطالعها ثم يردها عليه فما بال أرباب السنن لم يروي عنه شيئا وكذلك قال البلاذري وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن سفيان الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحرث بن نوفل قال نزلت في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء واستمر المحمودي متتبعا أسانيد هذا الحديث والذي بعده المعروف بحديث الضحضاح يثبت أنها ضعيفة لوجود كذابين فيها بحسب ما نص عليه الرجاليون عندهم فلا ينبغي الاعتماد عليها بعدما تبين ضعف أسانيدها فراجع تفاصيل ذلك في تعليقه على كتاب أنساب الأشراف انتهى نقل تعليقات الشيخ المحمودي إذن هذه الروايات لا تمتلك اقتضاء الدلالة على مسألة موضوع البحث فكيف إذا كان لها روايات معارضة ونافية لموضوعها بنحوين الأول فمن الأحاديث والروايات عن المعصومين عليهم السلام ما تصرح فيه بكذب تلك الروايات وأنها موضوعة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثاني أنها تثبت لأبي طالب منازل عالية ومراتب عظيمة على أثر إيمانه السري الذي تقتضيه طبيعة مهمته في الدفاع عن الرسالة ونبيها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يهدى ثواب هذا العمل إلى المرحوم الحاج علي سعيد السليمان والحاج جوزاء حمزة السليمان كنتم تستمعون إلى إنهما ناصران تأليف فوزي آل سيف بصوت فاضل جساس ترجمة نانسي قنقر